موسيقى 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 هل يتعلم من لا يريد ان يتعلم اتمنى موضوع السجاير البعض ممكن يتعامل معا ان اي يعني يا اخي ما يرفعه اسعار السجاير ويتعمل معا بانه سلع عقابية يعني كل ما تزاود فيها اه يستحق العقاب شربوا السجاير يعني مش اساسيات مش سلع اساسية من سلع الحياة فرفع أسعار السجائر البعض بتعامل معا كده لا أنا بقول إن السجائر بسبب الإحباطات المعاشية الكثيرة وبسبب الهموم والمشاكل الناس بتنفخ فحتى مش عايزين الناس تنفخ فيعني السجائر لا هي سلعة من السلع اللي أصبحت مرتبطة بهموم المواطن يعني عايز يطلع كل هموم وفين ينفخ في السجائر أو في الشيشة كمان المعسل زادية لكن بعض الناس يقولك أولا السجائر بتؤذي البيئة تؤذي صحة المواطنين كل ده نعم أنا معاك فيه يعني لكن ما أكثر ما يؤذي في حاجات كتير بتؤذي بيعملها الكبار وهي سلع الكبار فقط وما يعني لا تغضع لنفس المعايير والمقايز أنا بقول ده لأن في انقسام بين وجهتين نظر تقول لا يعني محدش يكلمنا عن أي ارتفاع في أسعار السجائر ما يش مش العيش يعني مش الخبز مش مش الزيت والسكر مش الأنبوبة البتجازي يعني مش الدواء ده بالعكس ده هي يعني داء لكن في وجهة نظر تانية تقول في ظل الإحباطات المعيشية الكثيرة وفي ظل المشاكل المعيشية والاجتماعية المتعددة الناس بتزود كميات السجائر اللي بتشربها بتنفخ بتطلع ما بداخلها يعني طيب حنشوف وجهتين نظر لأن ارتفعت أسعار السجائر وإحنا ما كنا بنقش معاكم كمان قانون التأمين الصحي في جزء متعلق حيحمل على سعر السجائر يعني فيه مبالغ اللي حيتم تدبرها لتغطية التأمين الصحي في جزء كمان بالسجائر وفيه بسلعة تانية كتير طيب حسأل معايا على الهاتف دكتور محمود عطية عضو مجلس النواب وكمان معايا دكتور محمود أهلا بيك أهلا بسعار النائب عبد الحميد كمال يا أستاذ عبد الحميد أهلا بيك أستاذ عبد الحميد أهلا بيك أستاذ وائل أهلا بيك ومعايا كذلك المهندس سياسر عمر عضو مجلس النواب مهندس سياسر عمر أهلا بيك أنا أستاذ وائل أهلا بيك خليني أسأل والأستاذ محمود العسقلاني معايا أيضا رئيس جامعية مواطنون ضد الغلاق هتقولوا كل ده عشان السجاير ما أنا قلت في المقدمة يعني تعالوا نشوف إزاي السجاير حتى مهما كان حجم الآزة سواء بالبيئة وبصحة المواطنين لكن اللي بيشربوها يعني هتلاقي إنها مش سلعة أغنياء ولا سلعة فكرة هي سلعة الجميع أستاذ عم حميد كمال في البداية كعضو مجلس نواب موقفك إيه من ارتفاع أسعار السجاير والمعسل تفضل أولا أنا النهاردة رفضت زيادة أسعار السجاير والمعسل من حيث المبدأ لأنه في الآخة الثالث الجاية في الورع التقرير اللي متقدم الندوة عشان نزوج موارد الدولة وزيادة موارد الدولة بهذا الشكل وبهذه الطريقة طبعاً الناس بتحمل أعباء شديدة جداً جداً أعباء اخصادية اقتنعية بسبب غلاء الأسعار وإن لما بتغلى السجاير أو بتغلى سلعة بتحرك جنبها سلعة أخرى الحاجة الثانية إنه الحكومة في خلال الفترة اللي فاتت دي خصوصاً وزير المالية ووزير البترول أعلنوا خلال الأيام اللي فاتت دي إن لا زيادة هذا العام على هذه الأعباء أنت كالحكومة عايز تجيب موارد عندك وكلامي كان لوزير المالية بالتحديد عندك موارد أخرى من المتأخرات الخاصة بالدرائب وعندك من المتهربين من الدرائب وعندك أوعية كثيرة إنما القيمة المضافة النهاردة بيتكلموا عنها كأنها بيتكلموا عنها كأنها إحنا ما عنناش منها الفترة اللي فاتت المواطن المصري والمصمعين والمنتجين والعمال وكل فئات الشعب عانت من الضريبة المضافة هيقول لك يا سيد عبد حميد إنها يعني ما هي سلعة لو أنا عقربت المواطن بسبب إنه بشربها ده أحسن يعني الموارد عندنا كثيرة وعند وزارة المالية كثيرة فلتبحث وزارة المالية على المتهربين من الدرائب فلتبحث وزارة المالية خليني الأسألة أستاذ محمود عطية وفي الآخر أنا بقول يا رئيس بعد إذنك إنه إحنا في الآخر خالص السجال لما بتزيد بتزيد الأعباء على المواطنين بشكل هام إحنا بتلابد إن الحكومة تبحث الموارد قصة بالمراض قصة بالصناعة قصة بالزراعة قصة حتى بوزارة المالية اللي نسأل أستاذ محمود عطية دكتور محمود عطية عضو مجلس النواب دكتور محمود لماذا أنت متحمس لرفع أسعار السجائر والمعسل فضل والحقيقة إن أنا مش بالثالث بتحمس هو كده كده الدولة بتحتاج موارد لتفخيح أو ضحة من ناحية التعليم والصحة ده يجيب موارد كام يا دكتور محمود سمع وزير المالية بتكلم عن من من أربعة لتمانية مليار حقيقة إن هي فعلا ما يقلش عن أربعة مليار ومش تزيد عن ثمانية مليار ده على الحسب الشريحة الأولى اللي بدأت دخلة في الخمسة وسببين أرش أو الشريحة الثانية دخلة في ثمين الحقيقة إن إحنا بيتكلم برضو طول الوقت وإحنا بيتكلم النوط على زيادة الأفعار كانوا بتخوفوا من زيادة الأفعار في السلع والخدمات والبترول والكهربة وكانوا بيقولوا الساعة في الزيادات دي زودوا الزيادة على اللي بيشربوا سجاير والمعسل والخمور وخلافه يعني وحطوا عليها البريبة اللي انتو عايزينها واللي عايزي بصاحب يعني بيشربوا وصاحب مزاجه وكده يدفع والحقيقة إن إحنا ما كناش واخدين الاتجاه ده وقت أنا مش فاهم الناس بتزعل لما نزود حاجة لا بس هو في حد قال كده أنت بتعتبر إن السجاير سلعة أغنياء أو سلعة يعني يجب أنه عاقب من يشربها ولا عاقب اللي خلاه يشربها كتير كده لا لا بس أحنا مش عايزين نتكلم على موضوع فقراء ومشربها كتير من إيه يا دكتور محمود لو سمعت لو سمعت لو سمعت الناس بتشرب السجاير الأغنية والفقراء فقراء بيشربوا سجار وسجارة وشيشة وخلاف وكل عنوع الشيش المطلوبة والفقراء بيشربوا كمان سجاير متعدد يعني مش عايزين نقولي الموضوع فغير والغني لأن السجاير بيشربها الفغير والغني وملهاش علاقة خالص من بتنفخ لأني الأغنية بنفخوا والفقرة بنفخوا والعالم كله بينفخ لكن الاستجاير في الأساس مسألة مزاج في ناس بفقراء خلاص نجد من آآ بيه من الفقراء كتير كتاً ما بيشربوش وفيه فقراء بيشربو وفيه من الأغنية كتير كتاً بنشربو وفيه من الأغنية ما بيشربوش وحنا مش عايزين نتمافها غيره وفقير عشان ما يبقاش طيب انت شايف انها مفيدة لتنمية موارد الدولة وحتجيب زي ما قاله وزير المالية من 4-8 مليار جنيه مفيدة كمان للصحة العامة والناس انها تقال للأستجار زي ما الناس قال لي استهلاك الكهرباء واستهلاك الغاز واستهلاك المية وللترشيد ايه المشكلة انها بتزاعد على ترشيد الترشيد طيب استاذ محمود العسقلاني آآ رئيس جماعة موطنين ضد الغلاء اقول لي تعاملت ازاي مع رفع اسعار السجائر والمعسل فاضل اولا خلينا اقولك متى متى رفعت اسعار السجائر وامتنع الناس عن السجار الناس هي هي عدد المدخنين في مصر بيزيد ما بيقلش يعني فكرة انه اذا كانت الدولة حريصة على صحة الناس فبتزود اسعار السجائر عشان الناس تمتنع او تقلل من السجار انا اتصور ده كلام يعني افلاطوني خالص والحكومة بتعملهوش والحقيقة الحكومة عملت حاجة مهمة جدا ويجب التأكيد عليها ويجب ان احنا نشيد ديها الحقيقة ان بعضة عن يوم الخميس يعني الزيادة دي النهاردة حصلت يوم الثلاث تمام الناس كانت خلاص وصلت لمرحلة انها عايزة تروح مسحة او مستشفى امراض عقلية بسبب يوم الخميس وعملية الطب اللي كانت بتحصل يوم الخميس لما النهاردة احنا بنتكلم في يوم الثلاث وده تغير في الحكاية الزمنية اللي بتستهدف الحكومة منها انها تعكمل على الناس السجائر يا سيد زوائل بالبلد دي كده الست بتاعة الجرجير اللي بتبيع جرجير لما تيجي تكلمها تقول لها انت زودت ربطة الجرجير ليه سيقول لك السجائر زادت طب يا وليه انت بتشرب السجائر سيقول لك لا انا ما بشرب السجائر بس الفلاح اللي بيزرع الجرجير بيشرب سجائر والسواء والراجل اللي بيحش الجرجير وبيربطه وبيقتله في الترعة وبيحطه في المشنة بيشرب سجائر فلما تزيد اعباؤه حيحملها على السلعة يعني وبالتالي هو تكلفة الحياة لما بتزيد عليه تكلفة الحياة دي شاملة المواصلات والاكل والشرب والسجائر والسجائر دي رقم ورقم مش قليل انا على فكرة ما بدخنش بس انا حاسس انه اي حاجة السجائر دي سلعة قائدة عندما بيزيد مباشرة انت تلاقي مليون حاجة زادة هتلاقي فيه اجواء كده من الزيادات الواحد اتخرق من فكرة ان احنا كل شو هنزود لازم يتشاف حل بعيد عن ديوب الناس غلابة اي حل في الموزنة العامة للدولة فيه ناس في البلد دي مش عايزين يدفعوا الناس اللي مش عايزين يدفعوا اللي متقعفين احنا عندنا في مأمورية كبار المموليد اكتر من 150 مليار الناس المتقعفة عن السادات دي ما تسدد ما فيش حال دينا 2-3-4 ملجت يساعد البلد دي لغاية لما تعود وتعدي من حالة الاختلاق اللي احنا فيها هذا البلد مننا الممكن ان يتطور رايح لخير هذا البلد رايح لتنمية وممكن يبقى بلد كبير وبلد عظيم عندنا برامج تنمية مستقبلية ممكن تلهي ازمات البلد لكن انا كل خوفي من انه الناس الغلبة دي تصور في الازمة دي ما احنا عملين ندرت 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 وبعدين بعد الضغط لازم حتى يتنفس عليها مهندس ياسر امر هنا السادس محمود العسقلاني وجهة نظروا ان الناس بتقيس لما بتغلي سلعة فبتقول لا اي حد يعني هو هي السجاعة كايت بكام وبايت بكام يعني هنا بترتفع اسعار سلعة تانية انطلاقا من ارتفاع اسعار السجار بالاضافة الى انها يعني ليست من السلعة اللي بيتعامل معها المواطن الان على انها سلعة اختيارية يعني بسبب ضغوط الحياة بيتعامل معها انها سلعة اجبارية رغم الازى الذي يلحق بصحته يعني تفضل اولا تحياتي لأستاذ محمود والحاج عبد الحميد والدكتور محمود الزملاء العزاء بصدر استاذ وائل عشان الامور تبقى اضحى جدا قيمة الضريبة اللي زادت على العلبة اللي ثمانها اقل من 18 جنيه النهاردة كلها 75 قرش وقيمة الضريبة اللي زادت على العلبة اللي اكتر من 18 جنيه تغير 30 جنيه 125 قرش عشان ايه الدنيا محددة ايه زيادة اللي حصلت النهاردة ده اللي حصل بالزبط اه بس ده ضريبة طب السلعة نفسها اذا كان وزير المالية مش عارف السلعة هتزيد بقنام السلعة نفسها يعني قال انا غير دوقتي مش عارف وقال ان الزيادة هيتم تطبيقها من الحكومة الحكومة ما بتحددهاش السلعة بتحددها الشركات المصنعة للسجار اللي هم اربع شركات في مصر طيب مو مين قالك ان الجنيه ده هتطبقوا جنيه يعني لا انا اللي بقولك الضريبة اللي زادت النهاردة اللي احنا اخذنا الموافقة عليها هي من خمسة وعشرين قرش المية خمسة وعشرين قرش بالزبط اه يعني عشان الامور تواضحة وموجهة كلها للصحة والتعليم يعني يعني موجهة فين محددة الصحة والتعليم طيب اه والمعسل زيادة كام؟ المعسل حضرتك اه كان الحد الادنى بتاعه اه 16 جنيه بقى الحد الادنى عشرين جنيه لا يعني يعني اربعة جنيه للكيلو اه اه طيب لكن لكن حتى الان ما تقدرش تشوف تقول الزيادة لكن بغض نص في زيادة انت مش عارف هي هتصل لكام لغاية دلوقتي لا انا انا اعرف الضريب اللي احنا فرضناها النهاردة لكن طبعا الشركات اللي بتاعب له الشركات ده احنا ما تدخلش فيه طيب وهنا انت ما بتقولش كده مهندس ياسر ان السجاير بتسبب ضغوط الحياة يعني سلعة عند المواطنين السجاير يعني نسبة جديدة من البلد بتدخل سجاير حدا هنالك ده نقول ان السجاير دي للاغنية بس والفقر لا لا للبلد كلها بتدخل سجاير لو قلنا اقوم 50% على قل في البلد دي دخلوا سجاير بس يعني لما نحسبها وقد ده بحضرتك 75 ارش في القلبة لو واحد بيدخل له قلبة في جميع ولا حاجة يعني كلها 30 ارش اظن الثلاثين ارش نهاردة اخذلك يعني كاقيمة سوقية للفلوس لا اه 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 تلاثين ارش ايه انت بتقول الدريبة 75 ايه لا 75 ارش على قلبة اه لا افترض واحد بيدخل القلبة فيه على يومين لا يومين مين يا مون لا ما اللي بيدخل قلبة في اليوم ده مفتاري يومين مين انت فيه ناس مفتاري اللي بيدخل قلبة ناس معدل النفخ في الحياة الوقت عندها ثلاثة عيلة بقى طيب اه بشكركم جميعا اه في كل احوال ده حضور موضوع يعني عشان ما نبقاش لكن اه زي ما قلتلكم فيه ناس هتعمل معاه الدولة عايزة فلوس يعني وفيه ناس ثانية هتقول انه طيب كله من اه جيوب الناس طيب السجائر يا اخ ما تسيب يعني ما تيجي نعاقب اللي بيشربها لكن اه السجائر عند قطاع كبير من المواطنين عند القطاع الاوسع اه 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 سلعة تنفيسية تنفيس وسيلة تنفيس عن ضغوط واعباء معيشية اه اه و اه و انا مش من اللي بشربه سجائر يعني ولا بحبها يعني 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 مش دل هذا لكن انت بتشوف قياسها في السوق وبتشوف السجائر ماذا تمثل اه في اه اه اوساط المواطنين يعني وارتفاع سعرها خاصة كمان زي ما اه قالوا انه التأمين الصحي زي ما قلتلكم هيبقى فيه في رفع اسعار السجائر اه اه يعني نقشناها بكل وجهات النظر اه اه قبل ما نشوف الثاني النهاردة الزي ما بقولوكم اللقاءات اللي بيعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني لو جينا اللقاء مع سعد الحريري اه شوفوا دلع انه دور مصر اه بيسمح لها انها تلعب اه هذا الدور الحيوي المختلف يعني يعني هتلاقي العماد عوني يتصل بالرئيس السيسي وحتلاقي سعد الحريري موجود هنا اذا مصر على صلة بكل القوة في الساحة اللبنانية ليه لان موقفنا يختلف وده البعض اه صحيح فيه صراع سعودي ايراني واضح المعالم لكن موقف مصر كمان انها كل ما تستطيع انك تحتوي هذا الصدام وهذا الصراع افضل تحتوي بايه تحتوي بانك اه انت اه امن الخليج خط احمر لكن في نفس الوقت زي ما قلتلكم مصر على لسان الرئيس السيسي قالت احنا مش مع اي تصعيد عسكاري او مش مع اي تصعيد يوصلنا لهذا الاتجاه فلولا موقف مصر متوازن جدا في المنطقة حتى حتلاقونا في سوريا موقفنا يختلف عن موقف السعودية وعدد كبير من دول الخليج اه حتلاقينا في اليمن عندنا موقف اه اه مختلف وده يعني اهمية الدور المصري انك اه فيه علاقات استراتيجية مع دول الخليج ومع السعودية تحديدا لكن مفيش علاقات تبعية او انك ماشي في اه اه نفس الخط حنختلف لكن في النهاية كمان كل ده حيصب في الامن القومي العربي في النهاية اه وبالتالي هنا حتلاقي المحدث على الساحة في الساحة اللبنانية اليوم اه مصر بتلعب هذا الدور من خلال علاقاتها مع كل القوة اه في لبنان كمان اللقاءات اللي عقادها الرئيس السيسي في اه كبرص اه دي في منتهى الاهمية بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعلاقات بين اه مصر واليونان وكبرص هذا المسلس اه على البحر الابيض المتوسط فيه علاقات اقتصادية وتجارية وكلمتوكو عن اه اتفاقيات الغاز وايضا القضايا اللي احنا مهمومين بيها الهجرة غير الشرعية وكمان فيه اه قضايا اه محورية بين الدول التلات الدول الدول دي لما بتحصل ازمة لمصر اه بتسندنا زي ما حصل اه كبرص واليونان زي ما بقولكو كانوا من الدول المساندة جدا اه لمصر فيه بعد ثورة خلال ثورة ثلاثين ستة وبعدها يونان طبعا اه عندها خلاف تاريخي مع تركيا مازال مستمرا حتى الان وبالتالي كمان من مصلحتنا دعم العلاقات معها بشكل كبير اه ده اه مسلس مهم جدا لو شوف نشوف اه بعض محاور اللقاء شهدت مصر خلال العامين الماضيين تطورات سريعة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى منها مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة في جميع انحاء مصر وتقدم هذه المشروعات فرصا استثمارية وعدة في العديد من المجالات مثل البنية التحتية والانشاءات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والنقل والطاقة والطاقة المتجددة ومن المتوقع ايضا ان تشهد الفترة القادمة مزيدا من التحسن في الاداء الاقتصادي ده اذا مصر يعني بتصوق لنفسها من خلال مشروعات الكبرى ومن خلال علاقات في الاستثمار والاقتصاد كمان قضية الارهاب وهي قضية اساسية ومحورية لابد ان يتحدث عنها الرئيس السيسي دائما في اي زيارة واي جوة ليه لان مصر لا يعني تدافع عن الجميع وليس عن مصر فقط يعني الجماعات الارهابية اذا تمكنت من مصر راح تتمكن من الجميع ومن المحيط الاقليمي وبالتالي دائما الرئيس السيسي يتحدث عن كيف نواجه الارهاب الارهاب خطرا كبيرا يهدد شعوب المنطقة بل والانسانية كلها الامر الذي يستدعي تكاتف كافة الدول تسخير امكانياتها للتصدي له باعتبار ان توفير حياة امنة لمواطنين هو افضل حقوق الانسان التي تفرضها علينا مسئولياتنا فضلا عن اهمية مجابهة الفكر المتطرف بمختلف انواعه واضطرا بذلك نواصل التباحث حول افضل التصدي لازمة الهجرة غير الشرعية التي نتجت على الاوضاع التي تعرضها منتج الشرق المتوسط ذلك من خلال مدخل شامل ومتكامل يعالج جزور تلك الازمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية بجانب التصدي لمظاهرها من الناحية الامنية وختاما فانني اجدد شكر لسيد الرئيس نيكوس وسيد رئيس الوزراء اليكسيس متطلعا ان تشهد قمتنا المقبلة مزيدا من العمل المشترك من اجل تعزيز التعاون بين دولنا وان تعقب في اجوان اكثر استقرارا لمنطقتنا وشكرا لما نعود لقضايا المحلية في ازمة شديدة ايضا بين وزير التموين والبقالين بسبب الخمسة وعشرين في المية اللي بيطلبها منهم انهم يدفعوها مقدما استمعنا لي اراء كل المعنيين بهذه القضية بما فيهم التموين واتمنى ان في قضايا من هذا النوع انها المهم انها ما تنعكسش على المواطن المواطن في النهاية بيتعلق بالسلع التموينية وبيتعامل معها على انها يعني حياته ده اللي هو مرتبط بالبطاقة التموينية وهي الوسيلة الوحيدة لإعاشته ولتمكينه كمان من الحياة قرر الدكتور علي المصلحي وزير التموين الزام البقالين التموينيين بسداد خمسة وعشرين بالمئة كتأمين من اجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف لهم شهريا بالنسبة لخمسة وعشرين في المية طبقا لقرار معا الوزير دابت الدفاع بالنسبة للتاجر ويتفحها 25% من صرف مقارات التموينية السابقة من الشهر السابق أو الأشهر السابقة 25% تأمين عبارة عن تأمين تأمين للإبداع اللي هو ياخده بالنسبة للتجار اللي هم أقل من المستوى بحد أدنى أربع تلاف جنيه يعني التاجر هو أصلا بياخد عشر تلاف ربحهم 25% الفين ونص لا يجبر يوجد أربع تلاف جنيه ورد الأربع تلاف جنيه بالنسبة له خطوة تراها الوزارة ضرورية لضبط المنظومة التموينية والحفاظ على المال العام ولكن كان لبعض البقالين رأي آخر أنا باخد حاجات بـ 100 ألف لما أدفع 25 ألف حاجة بنعطي العيش منين؟ وأنا بجيب بيهم نعطي العيش شغالين من دا على دا مكسبنا قليل مش زي الأول هو ملزم أنا بمكانة عيش ومكانة تموين عنده فكده كتير علينا موضوع 25% دا هيئذي كل التجار أولا معظم التجار يعني ما عادش فيه أرباح بالنسبة للبقالة التموينية فمش معقولة الحكومة تزيد عبقى للتجار تاني إن هي تتفعه 25% وخاصة إنه ما بيكسبش حاجة أساسا وأنا بناشد وزير التموين والحكومة لازم بيبقى في رفق بتجار التموين وجميع التجار لإن فعلا إحنا ما عدناش بنكسب حاجة كذلك القائمون على المجمعات الاستهلاكية يرون أن القرار سيؤثر سلبا على نشاطهم المفروض أن احنا كتعاونيات ما نعملش المعاملات ديها بالمثل لأن البقال التمويني بيبيع الحصة التموينية بس لما احنا بنشبه أرغبات الأعضاء أو المواطن من كل أنوع السلع فلما نجمد من سيولتنا مبلغ 200-300 ألف جنيه تأمين عندنا في الأليوبية لما بيت المحافظة فيها ست فروع شغالة تموين واثنين تحت الإنشاء وعندها حصة متجاز وعندها فلوس لللحمة والفراغ بتتفعها فكده بيخبط السيولة بتاعتنا لأن البقال التمويني ما بيبيعش بالحصة التموينية بس إحنا بنشتغل في أكتر من أيتمز اللي بيبيع بي بروح أقول لهم أنا بيع 12 جنيه دون العشرة جنيه إلا أن قرار وزير التموين بيينلك أن ياخد ربع أو 25% من قيمة البضاعة تأمين وتأمين طبعا داخل الحكومة مش هيترد والفلوس دي كلها تأثر علي أنا كشغلي غير التموين أنا مشتغلش التموين بس أنا كما أنت شايف البضاعة اللي في الفرع ديت متبقى للجمهور كله تموين وغير تموين حتأثر علي مش هتخلين أجيب بضاعة في الفرع هرتبط بالتموين ومش أعرف أتشغل في حاجة في الجمعية أنا دلوقتي عندي بقبط كل شهر مرتبات وتأمينات 110 ألف طيب أجيبهم منين إلا أنا دلوقتي شغال ما عنديش أي دعم ولا الوزراء بتدعمني بحاجة فاللانا بقوله إن هو مفروض يعفي الجمعيات التعاونة الاستيلاكية عشان الجمعات دي متسقطش إساءة لمجلس النواب هكذا أعتبرها النواب من رئيس نادي هليوبلس هارون التوني دعتهم لجمع توقيعات والتهديد بإقامة دعاوة قضائية طبعا أنا كلابتك عارفين لأن أعيشت هذا كلام أنا كنت في حاشمك الشعب زمان أيام شوية كان أنضف من دون شوية كتير مع اقترامي أكريم سيد أنا عايز أقول وبعدين اختلفنا اختلفنا وفاقي زائل إن كلام مش عايفشي وصادنا وضميشي وأقول له ما عايشي فالتي أنا عاولي بأختلفتك لك فيدي لأ ما يفعش طيب هنا يعني هو بتكلم على إن نواب المجالس السابقة يعني أنضف من نواب المجلس الحالي ده استدعى غضبا من أعضاء مجلس النواب دكتور صلاح حسب الله لماذا غضبتم؟ بيحيوك جميعا بيحيوك جميعا تفضل لا والله اللي مازل غضبنا أنا متعقل أن مصر كلها رضبت يعني أن عايزيه الإهانة على فكرة وعايزيه الإساءة للشعب المصري اللي خرج منه أكثر من عشرين مليون انتخبوا مجلس النواب فالأستاذ هرون التوني وهو رجل يعني كبير وأحسن ما أقدره ما صدر منه كلام صغير يصدر من رجل كبير أنا أجب عن يصدر يعني وغضبت النواب النهاردة وغضبت رئيس المجلس واستدعى وزير الشباب للمجلس لتهديم اعتذار كان يعني عايزي أقولك وهنا وزير الشباب مسؤول عن تصرحات رؤساء الأندية أو المرشحين لرئاسة الأندية بنتكلم القانون الجديد على سكرة الرياضة اللي احنا عظلنا فيه دور الديمقراطية الرياضية ودور الجامعات الأمومية واتحيي استقلالها عن الجهة الإدارية كان هدفه يعني تحميلهم مسؤولية كبيرة جدا أنا شايف إن ساكسة الأستاذ هروني التوني النهاردة دي تنافي تماما وتسيب في اتجاه معاكس لتعظيم دور الجامعات الأمومية وتعظيم استقلال اه انتم اعتبروها اعتبرتوها أنا ما اعتبرتهاش للبعد ممكن يقول لي وجهة نظر لا وجهة نظر لو بيتكلم عن أفضلية أفضلية في المجلس عضاء مجلس في زمن ما عن عضاء مجلس دلوقتي يعني إنما مش عارف هل يا ترى يعني الأستاذ هروني التوني بنحاز إلى مجالس أغلبها يعني هو تعبير أنضف ده هو جايز يقصده كده يعني لا لا أنا عايز أقولك تعبير تعبير موسيح يعني مفيش حاجة اسمية في القصد يعني يعني القانون لا يعرف النواية وجرائم السابق والقصف لا تعرف النواية أنا بقولك ما تلفظ به الأستاذ هروني التوني يا جريم السابق والقصف فقط تعطي قائل القانون العقوبات وما كان يجب انتظر وعايز أقولك إنه هو إن كنا أرسل اعتذار لمجلس النواب والرئيس مجلس النواب وأكد هذا الاعتذار بإرساله اليوم عصر اليوم اعتذار إلى مجلس اللجنة الأولمبية اليوم مسؤولة بقى عن متابعة ما يقوم به المجال السابق بشكرك دكتور صلاح اللواء حاتم بشات لأنه هو اللي أثار هذه القضية داخل مجلس النواب وجمع توقعات وقدم بيانا بشأنها استاذ الواء أهلا بيك أهلا لفنم أهلا بيك استاذ الواء لماذا غضبت بشدة بهذا الشكل من تصريحات استاذ هارون التوني المرشح لرئاسة نادي هوليوبلس والله استاذ الواء الأنحية غضبت الأكثر من شبب يعني سبب معين أولا أنا عاجب بالنادي كنت نائب بقية مجلس إدارة نادي هوليوبلس واستقلت منذ حوالي تقريبا أقل من عام وأنا كنت حاضر الندوة مبارح خصيصا عشان يبقى فيه مجال المناقشة يعني أنت سمعت الكلام وأنت حاضر الندوة بالظبط كده وهو زي ما سمعناك استخدم تعبير النواب السابقين أنضف من النواب الحاليين أعم أنضف كتير وأنضف شوية أنضف كتير يعني الحقيقة حسيت بإهانة بالغة يعني رغم أن أنا كنت عايز أرد بس أنا حقيقة تمسكت لأن هو حتى كمان أول مخلص الندوة أنهاها مداش فرصة لأي مداخلة وأي حديث مع أي حد من الحاضرين من الجماعية العامية فطبعا أنا مش معقولة حتكلم محطة بالكلمة بسرعة يعني فطبعا أنا خلاص أنا نهاية اللقاء وعبرت بس لأعضاء المجلس الذين كانوا موجودين وأعضاء الجماعية يعني استيائي لهذا الموقف وحتى عدم محاولته لفتح المناقشة أو المصارحة أو مع أعضاء الجماعية العامية عشان يعرف هما يعني إيه طلباتهم حتى في المرحلة السابقة أنت نهارده أنت نهارده مرشح نفسك ولازم أنك أنت تتكلم مع أعضاء الجماعية العامية أنت بسعارة إنجزاز أنت النهارده النواب تضمنوا معاك واعتبروا أن ده إهانة للمجلس يعني بالضبط لأن الفيديو موجود حتى الدكتور علي سؤال عبد العقل شارف الفيديو حياء والتاء للغاية لأن حتى في إهانة كمان لأحد أعضاء المجلس هذا إهانة شخصية فطبعا الماكب ما كانش يعني يعني ما ينفعش النهارده أن الرئيس الجمهورية بتاعنا في أبرس وإمبارح وبيوشيد وبيوثني على أعضاء المجلس النواب ومجلس النواب المصري وفي حد زو قامة كبيرة رياضية بتربي أجيال وقامة كبيرة وقامة شباب النادي طبعا يعني ده في كل الأحوال مرفوضة أنا بشكرك إحنا كنا طبعا طلبنا من سيد هارون التوني أنه يعلق وبعد الموافق رجع تاني وقال أنه مش هيعلق لكن الكلام موجود في تصرحاته موجودة في الفيديو اللي شفناه منذ قليل التحقيق اللي هنشوفه عن الستة اللي ماتوا وإحنا قلنا لكم بارح إنه شوفه أب وأم الحمد لله في طفل بس نجا لكن أب وأم وطفلتين ماتوا وطفل بقي على قيد الحياة بيطلعوا على التوكتوك عشان يأكلوا عيش الأطفال كلهم بيشتغلوا في القرية دي أنا اللي بيمني في الموضوع هي المقسام طلقت من إيه هي تلاقي في مقاسي تانية كثيرة طبعا بسبب حالة الفقر الشديدة جدا اللي هتشوفوها وحتلاقوا حتى بعض الصيحات الغضب المتعلقة بالفقر الشديد ومحدش بيساعدهم يعني فبيطلع شوفت خالوا الأسرة كلها بتطلع تشتغل في الجبل فوق بيطلع في توكتوك الأب والأم والأطفال الثلاثة أسرة طلعة علشان يعني بياخدوا ملاليهم خمسين جنيل واحد منهم في اليوم عشان يرجعوا بيها عشان يعيشوا الحياة فماتوا بشكل مأساوي القضية مش قضية الحادثة المقربة سلخبطهم وموتهم كلهم أسرة كاملة ولم يتبقى إلا طفل أتمنى حتى من المعنيين في الشؤون الاجتماعية في المنظمات المجتمع المدني أطباء نفسيين لأن الطفل ده اللي هتشوفوه يعني فقط أسرته بالكامل والعيلة كلها نموذج مبهر لأسرة بتطلع تشتغل كلها رجال ونساء وأطفال والقرية كلها كده بسبب الفقر المطقع فيها تمان الناس تشوف فيها في الإسماعيلية كمان يكون البعض مهموما بإن تعالوا نشوف الكرة الأكثر فقرا اللي وصل فيها الحالة إلى إن الناس بتموت ببطء ما تيجوا يا جماعة قولوا نساعدهم إزاي ننتشلهم إزاي نرملهم أطواء إنقاذ إزاي ده نموذج هتشوفوه أسرة كاملة ضاعت بتطلع على رزقها لكن للأسف الشديد مش قضية حادث مأساوي في الطريق زي ما البعض بيقول لا في قتلة تانيين اللي بيوصلوا الناس إنهم يشتغلوا بأطفالهم بهذا الشكل لقيا ستة أفراد مصرعهم في حادث تصادم بين توك توك كانوا يستقلونه وميكروباس بقرية الوابورات بالإسماعيلية خمسة منهم من أسرة واحدة كانت الأسرة في طريق عودتها من إحدى مزارع الفول السوداني التي تعملوا بها حين صدمهم صائق ميكروباس متهور ولم ينجوا منهم سوى الطفل محمد البالغ من العمر خمسة سنوات ليصبح بين طرفة عين وانتباهتها وحيدا يتيما اتصلوا بي الساعة 2 ورب قالوا له أخوك عمل حادثة بس بعدها بشوية استفسرت حادثة إيه يعني قالوا ده بيت توك توك وهو في المستشفى ومع ابنه في المستشفى ومراته وبنته وبنته التانية توف خليه علي راح هو وعياله بيت كامل راح بيت كامل راح رايح على أكل عيشه الصبح يعني ده شهيد أكل عيشه رايح عشان أكل عيشه ميكروباس شاله على أسفل الميكروباس جابه من طريقه حطه في طريقه يعني ده حت التوك توك عامل زي النملة بالنسبة للميكروباس يردى ربنا دوت عشان تهور السواجين وعشان الناس اللي ما عندهاش ضمير عشان خطر ربنا يا ناس خلوا صوتنا دوت الناس كلها تسمعوا هي تلعى بالتبطج عشان يتوفر الأجرة عشان لاعشاشة هي تلعى ليه تلعى اللي من اللي هم فيه من قلب اللي هم فيه تلعيه الحادثة دي حصلت عند الصالحية يعني في المنزل بتاع الصالحية بين الشرعية وبالإسماعيلية فيه إسعاف خلت البنتين واجتهم الصالحية وفيه عروية إسعاف جابت الحالات التانية جابتهم على مستشفه الأساسية اللي حصل ده بيت كامل تقفل ثانيا فيه طفل محتاج رعاية عايزين للطفل دوت تأمين صحي عايزين يتعلم عايزين ما عاش ليه ده الطفل اللي والدته توفه واخواته الناس دي الفجر يعني الكرآن لسه بيبدأ هما بطلعوا الجبل يسترزعوا الجبل ده المزارع فيه مثلا يعام البطاطس يعام الفول بخيفه احنا كل يوم نروح نشتغل نعملنا عشر بوكس واربعين جنيه العشرة دول باربعين جنيه بياخد عشرة جنيه وقلت عربية ونجيب خمسة جنيه فطار هذا اللي فيه صراحة وفي آخر الجبل ما نلاقيش حاجة أنا وسعيد ده كنا بنطلع الشغل كان بيطلع عنا وقسم باعشان أربعة جنيه وفي الجبل ده مقاولين كان بدرقونا بالخرزان والله وعني لسه جاي من الشغلة والله كنتي باشتغل في الغطاني الأول الوقت ما انتش بقدر اشتغل في الغطان وعايش معاي ابن عمي اهو يوم بيشتغل وعشرة ما فيش يوم بيش في أي مصدر رزق لي كده يوم بيش في أي مصدر رزق لنا راح والله هنقيد جدا بهم كلهم والله جدا بالنس كلهم هذا الوقت ما فيش مصدر رزق خالص وانا اعييه لو مش قادر اللي انا اشتغل تانية باق وانا قادر اروح على الغطانية اشتغل الوقت ما غصني اللي عني والبيت بتاعنا اللي اهمنا في الموضوع يا جماعة الجوانب باقي المقسوية والانسانية اللي انت شفتوها الكرة الاكبر فقرا اللي بتموت كل يوم ببطء تعالوا يعني انا بشوف هنا يعني لو اعضاء مجلس النواب ولو منظمات المجتمع المدني ولو المحافظة والحكومة والناس تقول كده طيب نشوف نعمل لهم ايه بيشغلوا الاطفال زي ما سمعته كده وحالة الفقر الشديدة جدا هي اللي تدفع راجل ياخد ولاده كده كلهم في توك توك بيطلعوا جبل وينزلوا علشان يطلعوا على اكل عيشهم خلص الحادث قضاء وقدر لكن القتل على الارض بقى الناس اللي بتقتل الناس بسبب تجاهلهم وبسبب الابتعاد عن مشاكلهم وبسبب انه مسؤول وفي ايده سلطة يمكن ان يساعدهم يعني وعشان كده الادارات المحلية اللي نتمنى ان يعني لو القانون اللي بيعملوه جديد قانون يعني يحقق اللا مركزية ويحول الادارة المحلية الى حاكم فعلي تشوف تكون مهمومة بالناس ما تسبهمش بهذا الشكل يعني اللي اسوأ من عجلات الميكروباس اللي دهست الناس هي البشر اللي بيدهسوا المواطنين بتجاهل مشاكلهم وليه بقى عارف ان هذه القرية بيطلع فيها الاطفال عشان يشتغلوا ده اغتيال للطفولة واغتيال للعائلات والأسر وفي نفس الوقت ايه اللي بيدفعهم لكده اللي بيدفعهم لكده انه ما فيش ما فيش مصدر داخلي تاني والاطفال ده طبعا تصرب من التعليم كلهم يعني شوفوا الانعكاسات الصحية والنفسية والتعليمية كلها مدمرة في المجتمع مش القاتل هو الميكروباس صدقوني فيه قتلة تانيين يا نشوف طيب المدرسة دي كمان يا جماعة شوفوها كده بسرعة يعني هنا كمان التلاميذ الجاموسة ماشية معاهم جنبهم تبتخيل يعني هنا ممكن وهنا خلاص مفيش صور حدش فكر حتى تعالوا نبنلهم اي حاجة كده باي حاجة يعني تعالوا نغطلهم يعني حتى نمنع اي حد ان يدخلهم لا ما فيش اسوار تدخل الجاموسة ويدخل اي حاجة انتم متخيلينة يعني المدارس بلا اسوار هنا التلميذ لا نفسيا هيتعلم ولا يعني ده وضع امني ولا وضع تعليمي ولا وضع نفسي ولا وضع يقبله حد والمسألة صور مش محتاجة يعني ما تتكلفش قوي صور وممكن تعمله باي حاجة بقاش بطوب وزلط باي حاجة معايا الاستاذ شريف الرفاعي احد اهل القرية يا استاذ شريف اعلن بيك اهلا بسلام بحاجة استاذ وايك ده قرية ايه استاذ شريف ده قرية اهل القرية ميت عفيف بمركز البجور اه والمدرسة اسمها ايه المدرسة اسمها مدرسة الشهيد رضا عبد الوهاب معقولة الوضع الصور اللي احنا شفناها دي والله يا فندم يعني الوضع ده سيء وفيه اسوأ منه انه يعني ممكن حقيقة الصورة شايفها ان هي عبارة عن اه الحيوانات اه او يعني اه الفلاحين بيمروا بالحيوانات بتاعتهم من خلال الملعب بتاع المدرسة وملعب البلد ملعب القرية اه ده المدرسة هنا كده ملاهاش اي صور خالص ملاهاش اي صور خالص فندم ومعرضة طبعا حياة الاطفال الموجود فيها هذا الخطر وفيه مكروبسات الاختر من كده من الحيوانات اللي احنا بنشوفها انه فيه مكروبسات اصلا اللي هي بتاعت تحميل الركاب بتيجي تلف من هنا من المكان ده وتحمل ركاب من المكان ده خطر على الاطفال اه طبعا خطر ده بيعرض حدهم يوميا للموت انا بقولها بمنطهة صراحة يعني ربنا يستر ما تحصلش كوارث بسرد الوضع ده اشكرك صيحة غضب هل يستيقظ محافظة المنوفية اول ما يشوف ده المسؤولون في وزارة التربية والتعليم مش ممكن العيل ده هتتعلم يعني نفسيا مش هيتعلم اه واللي مايتعلمش من مشهد ده مشهد الجموسة اه يعني هنا ما تشوفه على طول فالمسؤول يقولك ماينفعش ماينفع ده ليس لائقا ولا مقبولا ولا نفسيا حتى اه يمكن انه المكروبسات اللي بتعدي بقى اللي يمكن ان تدهس الاطفال اه المصريين الاربع اللي ماتوا في الاردن ايضا كنا سلطنا الضوء على هذه القضية وقلنا الاهم من كل ده كمان قضية استعادة الجثمين وقضية استعادة الحقوق اه والدفاع عن حقوق المصريين في الخارج اه هي اللي بتهمنا لقي اربعة مصريين مسرعهم في الاردن في حادث سير اثر انقلاب سيارة يستقلونها على طريق عمان الزرقى جميعهم من محافظة بني سويف ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان لفراقهم لمحزنون ولا نقول الا ما يضل الله عز وجل ان لله وان اليه يراجعون انا كنت معها في الارد وجلنا الخبر سمعنا مع بعضينا بكل الناس بتصل بعضيها ان حصل حدثة في الحتة في الزرقى على طريق الحلبة طبعا على ما رحنا وجمعنا وروحنا المستشفى كانت ساعة جاءت تلاتة مع العص رحنا المستشفى تلقناهم من المستشفى محنطين الجسس وقفع التكفين على اساس كل واحد له حالة يتعرف عليها قبل ما تتكفر جينا الساعة 7 الصبح كنا بالمستشفى المندوق جلنا الساعة 8 في ساعة زمن كان مخلص كل حاجة الاجراءات بالمستشفى وجابهم من التلاجات حطهم في التوابيت بتاعتهم وقفل وخلص حاجته على الساعة 12 كانت طالع من المستشفى او واحدة بالكتير يعني كده الصفارة ما اثرتش بصراحة ربنا المندوق ما اثرتش بالنسبة لكي رابت على الأردن كانت سهلة وسالسة وما حد تجير بأي حاجة الموضوع كان ماشي هنا وموضوع انه هم عوواوا على الطريق والرايح وجاي لها بصراحة ربنا ما عمقوش على الساعة 9 كان كل الأمور تماما ابن مفوز ده كان من الأبناء اللي هم البارين جدا ونحتسبهم عند الله كزا شهداء عند الله فهم طبعا يعني هنا انت عارفة الظروف طبعا هنا وظاي ولا تعينات ما فيش فكل طبعا معظم قرية باها هتلقاها في المملكة الأردنية لاشمية وكل سنة اللي لنا مفاجع شهيد أو شهيدين بنفس الوضع يعني سواء حادث في الشغل بسبب العمل أو سواء حوادث السيارات زي اللي انت بتشوفيها حاليا ده وقت احنا كل شهر على فكر بيجي شاب متغرب من بره بيجي شاب متغرب من بره في كاف مكفنينو مكارتنين وشباب من أحلى أخيار من أحلى شباب البلق أخي المرأة خلي بلق نولاد ممكن حصله جاير جاعداد الناس كلها تشهدلوا بالأخلاع يعني كان بيصلي من الصلاة المسجد للبيت ملوش أي مشاكل ولا أي حاجة ربنا يرحمه رحمه لا عنده حاجة لا عنده محتاجة ربنا يتولى وليه مش عايز حاجة بس لابوي عشان أغلى حاجة عن يا ربك بغبوي ويدخلوا الجنة بابا متشاهد وهيطغل الجنة بإذن الله الله لعبك يا بابا اللهم تغمدهم جميعا بواسع رحمتك وألهم عائلتهم الصبر والسلوان شباب في عمر الظهور بيسفروا علشان ينفقوا على عوائلهم ويبعثوا الفلوس اللي بيشتغلوا بيها زي ما بقول لكم صحيح هي مقاسي تحدث بهذا الشكل لكن تعالوا نهتم بسرعة نقل الجثمين المصري ما بينامشي لما بدفن الجثة وعنده ده بالنسبة له يعني يعني ربما يخفف جزءا من آلامه وكمان نشوف حقوق الناس اللي ضاعت بهذا الشكل نشوف كيف يمكن أن نستعدها من الذين أخطأوا في هذا الحادث الدكتور هشام عبد البسط محافظة المنوفية عشان بس يعلق على موضوع مدرسة بلا صور اللي هو مشهد الجموسة داخل المدرسة اللي منتشر بشكل كبير واللي هو بيدلل يعني أن كل حاجة ماشية يعني سيارات مكوباس يمكن أن تهدد حياة الأطفال بالإضافة إلى التأثيرات النفسية اللي لا يمكن أبدا تخلي النشق والأطفال يتعلموا في هذه المدارس يا سيد المحافظ أهلا بحدرتك يكون سانو حاجة طيب سيد شديد بخير يخدم الله يخليك سيد المحافظ الشريف حضرتك أنا فعلا شفت الصورة الدارح باختصار شديد طبعا المدرسة دي بنيت من حوالي 35 سنة بجهود أهل القرية بجهود ستري أنا فكره مش بقرر لحضرتك بس أنا بشرح حدك لما دي بداية مطلوبة فهي طبعا لم تبنى بمعرفة هيئة لبنية التعلمية لأنها هيئة لبنية التعلمية في ذلك الوقت لما تكون شئة بعد فبالتالي المعايير اللي بنيت بيها هذه المدرسة بالجود السياسية كان في تدخل بينها وبين ملعب خاص بالقرية طبعا هذا ليس مبررا قط ان يكون المدرسة بلا صور يعني مش بقول كده ان ده مبرر اطلاقا بس أنا بقول حالك الوضع الراهن حاليا والملعب ده تبع الشباب والرياضة؟ تبع الشباب والرياضة وفيه كانت مشكلة قامت من سنوات ما بين مدرسة التربية والتعليم وما بين الشاب والرياضة على ان الملعب ده هم جدا للقرية وان وضع الصور هيبقى عائق ايا ما كانت الاسباب هو كلها اسباب وهي على فكرة عشان اكون صادق مع حضرتك انا اصلا ما شفتش الموضوع الا لما حدث رصده بهذا الشكل من احد السادة الاعلامين وطبعا يعني وارد ان الكم الكبير جدا من المدارس ان يحدث فيها حاجة زي كده لكن اللي مش وارد انها تعد اللي مش واردة يعني اه هو اللي همنا يعني خلاص طالما اكتشفنا الموضوع بهذا الشكل يعني نبصه لقدام يعني هنحله ازاي اه فانا فعلا انا عملت كده فاندي من النهاردة يعني انا كلفت لجنة انتق الباكر بإذن الله تعالى اللجنة هتشوف الوضع اه بناء الصور هو طبعا لازم ده امر منتهي انه يبنى طب لو اثر على الملعب زي ما هم بيقولوا طب خلاص نشوف حل تاني للملعب لان اكيد النشأ والاطفال وهو منشأة تعليمية هي الاقدس والاهم انك تجد مدرسة بديلة هو يمكن ان تجد ملعبا بديلا يعني من انا بقول لحلالك اه ما افضل اه والافضل المدرسة بلا شك طبعا دون الاخلال باهمية الرياضة واهمية الملعب طبعا طبعا الملعب مهم ايضا يعني اه اه ولكن اه اما الملعب لا يؤثر باي شكي هندهشي طبعا اللجنة اللي طلع بكرة ان شاء الله فيها تخطوط العمراني ويعني ناس متخصفين بشكو حضر دا جسد المحافظ الف شكرا شكرا ليه من الاستجابة دا احنا كنا عملنا ما شفته التقريب بتاع امباع في سابقة هي الاولى من نوعها ان ينطفد يغضب يثور اهالي القرية بهذا الشكل وجدوا ان المخدرات تهددهم بتتباع على النصي عين عينك امام المباني والمؤسسات والبيوت عين عينك يعني لم ينتظروا قالوا لا احنا هنطلع في مظاهرات حاشدة للتنديد بالمخدرات هشوفنا المظاهرات مبارح واتكلمنا مع الاهالي في التليفون قلنا نصور في دا واليوم علمنا ان في حاملة امنية قامت لمواجهة تجار المخدرات لكن كمان الاهم هننظم معاهم ان شاء الله ندوة نحاول ان احنا او سلسلة حتى ندوات يعني نوعي الناس بالمخاطر اللي يمكن ان تنجى معا ذلك لا للمخدرات شعار رفعته مسيرة من اهالي قرية البريجات بالبحيرة بعدما استفحل خطر تجارة المخدرات في القرية وصارت تجارة تمارس جهارا نهارا القرية دي كانت قرية مستقرة هدية لفترات طويلة في نسبة التعليم عالية جدا فيها ثقافة مرتفعة فيها ناس حصلة على اعلى درجات فجأة ظهر عندنا غول المخدرات بانواعه الظاهرة يا فاندي منتشرت من سنين فاتت بقى لها تقريبا في حدود عشر سنين دلوقتي بيتاجروا في المخدرات في البلد تمام بدأت بعدد بسيط من خمسة لستة افراد دلوقتي العدد قبر بقى تمانين واحد بيتاجروا في المخدرات في البلد موضوع ما بقى الشباب بس ده بقى شباب وجبار وأطفال حتى النساء نفسهم هون نفسهم بيبيعوا فيه أطفال النهاردة بتاخد برشاب فيه أطفال النهاردة بتلاقي معاهم مخدرات وفيه بنات النهاردة بتتأذي النهاردة انت بتمشي في الشارع من بعد يعتبر من العصر بتلاقي الناس بتوزع وصلنا لمرحلة اللي ما عادش فيه ما عادناش هارفين نمشوا في الطرن أماكن على مداخل البلد بيقفهم وبيبيعهم في نص البلد ومسكين البلد من الأطراف كلها بهددوا الناس بيها كمان يعني بهددوا الناس الناس لو اتكلمت بهددوهم انهم هيخطوا على بيوتهم ويبهدرونهم انهم هيولعوا في بيوتهم انهم هيعملوا في بلدهم حاجة وما مشرين يبقى حرام 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 يستغيث الأهالي بالمسؤولين لاتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد القائمين على هذه التجارة ومن يقف وراءها حضرتك يا فندم أنا طلعت وبقى على صوتي وقلت لا للمخدرات ولا للفساد حضرتك ده ده بيأثر علينا إحنا بالسلب كشباب حضرتك إحنا مش عارفين يعني أطفالي وأولادني وأهليني وحضرتك فيه بلد وبنات بتشتغل في المخدرات بتساعد الناس دي من خاري ودخل البرجاء إحنا منضررين جدا من المخدرات وبنخاف على أطفالنا وقبل كده محل تسرق تكسر وتسرق من سبب العيال اللي بتبقى مبرشمة وشربة مخدرات سرعة قبل مطلع فاصل أستاذ أحمد الشريف من أهالي القرية أستاذ أحمد أهلا بيك ألف شكر يا سوائل على المجهود اللي انت عملتوه معنا والله يا سوائل والله العظيم احنا بشكركم بأهل القرية كلهم بشكروك يا سوائل الله يخليك ده واجبنا ده قضية مجتمع أمن برضو نبقى حملات بعدها على طوله وهجاموا بقى أحلى شغل هنا في البلد والله يا سوائل طيب الحمد لله القضية مش أمنية فقط تعالوا نشوف بقى الأسرة كلها والله الله يخليك ألف شكر الله يخليك يا سوائل أستاذ أحمد ردوان أيضا أستاذ أحمد أهلا بيك أهلا بيك يا باشا أهلا بيك مساء الخير يا سوائل مساء الخير أستاذ أحمد اتفضل نخليك يا فندم إلا إحنا بنشكر حضرتك أولا يا فندم وبنشكر كل القائمين على البرنامج الله يخليك ده واجبنا ده واجبنا ربنا يخليك يا فندم مساء القضية بقى مش أمنية بس تعالوا زي نفكر في انتشال بعض الذين يعني سقطوا فريسة لطجار المخدرات نوعيهم حملات توعية وعايزة سلسل البندوات إحنا أمنا بعمل ندوة وإن شاء الله بإذن الله وتوعية وفي إن شاء الله ده كاترة علم نفسي من جامعة إسكندرية إن شاء الله نازلين بإذن الله الندوة لأزباج قادم إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله حضرتك برضو تشرفنا وكل برضو قائمين في الستوديو يشرفونا برضو للتصوير وكده برضو إن شاء الله هنكون معاكو فشكرك ألف شك واضح إن التطرف اللي بيحاول البعض أن يلصقه فقط بالإسلام والمسلمين لا هي قضية فيه قضية تعصب عقائدي بتنتشر ده فيلم سينمائي في الهند تم تهديد الممثلة والبطل ليه؟ لأنه بيحكي قصة ملكة هندوسية أحبت حاكما مسلما فهنا إزاي يتم تناولها الهندوس وأحد الأحزاب هددوا بقتل الممثلة وأيضا الممثل اللي أدى دور الحاكم المسلم لحد إن السلطات الهندية وضعت حراسة عليهم هطلع من هذا التقرير اللي بيؤكد فيه تعصب مذهبي شديد يصل وعقائدي يصل إلى حد إهدار الدم بيحاولوا فقط إلصاق هذه التهمة بالإسلام والمسلمين لا يعني هي منتشرة في قطاعات كثيرة في العالم وأيضا وسط اعتقادات عقائدية ومذهبية هي كده بتدفعهم إلى إهدار الدم اقتل بالشكل اللي حتشوفوه والسلطات الهندية زي ما بقول لكم يعني أجلت عرض الفيلم ووضعت صناع العمل ووضعت لهم حراسة مشددة هطلع من ده على فاصل وبعدها هنبتدي مناقشة قضيتنا أعلن السياسي الهندوسي المتشدد سوراج بلآمو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية هريانا شمال الهند عن مكافأة لقتل الممثلة ديبيكا بادوكون والمخرج سانجاي ليلا وعرض عضو الحزب القومي الهندوسي الحاكم مئة مليون روبية أي ما يعادل مليونا ونصف مليون دولار مكافأة لقتلهم غضبا من قصة فيلمهم الجديد بادما فاتي الذي سيعرض في صالات السينما قريبا لأنه يحكي عن علاقة حب بين ملكة هندوسية وحاكم مسلم كما هدد أيضا بقطع سقان ممثل آخر في الفيلم هو رانفير سينغ الذي يؤدي دور الحاكم المسلم ودفع التهديد منتق الفيلم لتأجيل عرضه الذي كان مقررا في الأول من ديسمبر يشار إلى أن بادما فاتي هي ملكة أسطورية هندوسية تردد أنها ألقت بنفسها إلى جانب مئات النساء من بلاطها في النار بدلا من أن يتم أسره من قبل حاكم مسلم قوي من أصل تركي أفغاني ويعتقد متشدد الهندوس أن الفيلم يسيء لملكة مهمة في التراث الهندي وعلى إثره خصصت شرطة ممبي حراسة خاصة للفنان دي بيكا والنجم رانفير سينغ ترجمة نانسي قليل ترجمة نانسي قلبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن خبراء التعليم يرفضون بشدة تلك الطريقة مؤكدين انها تفقد الطلبة تركيزهم وتشتت الاستيعاب موسيقى 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 درجت ثقافة التعليم في مصر على تشبيه المعلم بالرسول في طريقته التي تعتمد على البساطة والجدية في توصيل العلم وليس على الالحان المبتذلة والرقص موسيقى هل هذا هو الاسلوب الامثل لتوصيل المعلومات ام اننا نشيع التعليم الى مثواه الاخير الذين يؤيدون هذا الاسلوب يؤكدون ما المانع ما المانع في ان يأخذ المعلم من الواقع يجد ارتباط الناس ببعض الاغاني المنتشرة بشكل كبير فيمكن ان يحببهم في المواد ويقوم بتوصيل المعلومات اليهم من خلال هذا الاسلوب لكن الذين ينتقدون ذلك بيقولون ده ده انا ما بعلمش الناس كده ده انا كمان بنحدر بالاسلوب وبالزوء ويبتدنى في السوقية خاصة ان هذه الاغاني مثلا متهمة بالسوقية خلونا نتعامل مع القضية ما بين مؤيد ومحتاج حنسمعهم ونشوف لماذا لجأوا الى هذا الاسلوب خاصة بتلاقي ان الاعداد كبيرة من النشق والاطفال والتلاميذ والطلاب بيدفعوا عنهم بشدة وفي الجانب الاخر تعالوا نشوف الانتقادات التي توجه الى هذا الاسلوب للبعض بيعتبروا من مظاهر انهيار التعليم في مصر خلونا اقدم ضيوفي داخل السوديو استاذ شريف شوقي مدرس فلسفة وعلم نفس وبيستخدم اسلوب اغاني المهرجانات الشهيرة هو يعني مش بنفس المسمى مش مهرجانات هو اسمه اسلوب معالجة المعلومات بمعنى انه ما احنا نتكلم فيه لسا ما اما نتناقش دلوقت انا بس بقدمك الاستاذ حسام هارون ايضا بستخدم اغاني المهرجانات هو مدرس تاريخ استاذ حسام آلنبيه استاذ علي الدالي مدرس حاسب آلي وايضا بستخدم اسلوب الاغاني المهرجانات استاذ علي آلنبيه استاذ عمر حامد وبستخدمها باسلوب مختلف يعني وهو مدرس فلسفة وهنتكلم معاه ايضا في كل ده استاذ عمر اهلا بيك اهلا بحضرتك وديوفك استاذ عمر بيك على الجانب الاخر دكتورة بوسين عبد الرقوف الخبير التربوي دكتورة بوسين اهلا بيك استاذ فايز بركات عضو مجلس النواب استاذ فايز اهلا بيك خلينا ابدأ معاك استاذ عمر قول لي يعني يعني احنا هو بنتناقش ليه لجأتم لهذا الاسلوب اولا بسم الله الرحمن الرحيم اسلوب التدريس بيعتمد على المهارات الخاصة بالمعلم اه والمهارات الموجودة عند المعلم دي معتمدة في الاصل على نظرية سنة 1983 اسمها نظرية جاردنر للزكاءات هي نظرية فالنظرية بتتكلم على زكاء اسمه زكاء لغوي وزكاء شخصي وزكاء اجتماعي وزكاء منطق رياضي كل دي زكاءات اللي حضرتك شفته ده ده بالنسبالي انا بتكلم عن المستوى الشخصي اه دي زكاءات كلها يعني انا لما اجا حرك الاد دي ده زكاء حرك جسدي هو يتسمى مهرجانات كل واحد يسمى المصطلح وله احترام في وجهة النظر لا ما خليه بس عشان انا عايز اسمي الاشياء باسمائية كما هي في الواقع انت معلم تمام بيستدعي اغاني المهرجانات المتهمة بالسوقية يعني اللي احنا بنقول يعني يا جماعة هذي الاغاني يعني مبتزلة ومتهمة بالسوقية وبتنحدر بالفان ده لو انا بشغل اغاني مهرجانات انا بشغل تراك واحد موسيقي انا مكملتش لحضرتك ده تراك واحد موسيقى عبارة عم طبل على تون واحد دي ترجع النظرية العالم طيب نشوف كده الاستاذ عمر ده انت كمان استاذ عمر انت جبت رقصات وجبت واحدة بطورة لا ما حصلش الكلام دوت واستحالة يحصل ما انا بقول لحضرتك اهو ما حصلش واستحالة يحصل طيب نشوف كده نشوف احنا بص احنا بالناقش يا جماعة انا ما حضرتك انا ما حضرتك او الاساتزة يقنعوا الناس بان ده يعني ربما يكون خطرا على التعليم او انت تقنعهم بانه لا تأسلوب امسا لتوصيل معلوماتي انا اتحمل المسئولية كاملة لو هو خطر على التعليم نشوف كده الاستاذ عمر الله انتisk lama اتحمل لا شوف اخبي وحكري وحكري لازم لا да اشتركوا في القناة 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 نظرية بتقول ان انا عندي 3 انواع من الزكرة زكرة اسمها بصرية اثبتت المعلومات المعلومة بتقعد فيها من 3 ل 5 ثانية وبعد كده المعلومات بتنطفي هنا بتقعد من 5 ثانية ل 30 ثانية اما زكرة المدى الطويل هتستقر بها المعلومات من الممكن مدى الحياة فانا النهاردة عشان انقل المعلومة من زكرة لزكرة فبستخدم المداخل دي فالنظرية بتتكلم على مدخلين اللي هي اللي هيهمل طالب في النهاية انا استوعبت ولا لا انا دا استوعب وطبق ياريت دا استوعب وحصل مجموع وطبق في حياة الوقائية قبل ما اسمع لسوس حسين وبعدنا اسمعت بس انت كمان استخدمت فيه فيه صور يا جماعة استخدمت رأس فيه دا فيه فيديو اللي هو فيه اللي قاله رأسها في عبان طب هي رأسها ترأس ومعها تعبان ليه محدش شغل دماغه بالموضوع دا والله دي فتاة استعراضية وانا بشرح حاجة اسمها فلسفة البيئة فلسفة البيئة دي حضرتك بتشلم لا يعني فتاة استعراضية في حصة تعليمية ما كامل لحضرتك يعني انت خطي اللفظة دي اتا استاذ وائل لا ما انا والله بنقشك ما انا لازم اسألك لا حضرتك بتنطقي الفاظ اه دي حضرتك عندي في درس الفلسفة حاجة اسمها الفلسفة البيئية فعندي حاجة حضرتك من دم منظمة اسمها يعني دي حصة تعليمية جماعة اللي انا شايفه دا طب اكمل لحضرتك طب اتفضل عندي في فلسفة البيئة حاجة اسمها منظمة السلام الاخضر لحماية البيئة والسلم حماية الحيوانات البرية فانا نقلت للولد الصورة الزهنية جبت اتنين حيوانات برية اللي هو التعبان العصر والتمساح اطلقت 6-3 ساعات كلها الاعلام خد الجزئية دي ما يشيلهم واحد يا سيدي ليه انا برضو ليه فتاة استعراض تشيلهم مش هسميها ركوسة فتاة استعراض زي ما ليه علاقة بالمنهج يا فاندب ليه علاقة بالمنهج زي ما انا هعمل لحضرتك دلوقت حاجة ليه علاقة بالمنهج واشرح عليها وهي نظرية علمية هو لا بدينا حاجة عن المزيكة بتاعتها كده كويس او انا بدي حضرتك حاجة عن المزيكة هو الاعداد انا سيبتله في كندا ما هو ما هم هشغلوا هالك في كندا وفي اليابان نازل تشرح على الموسيقى حضرتك كندا كندا اشميها م luggage يعني يعني اليامان اعلى مستوى في كندا ما تحليمي يعني في حد استخدمه في كندا بالضبط كده لحدي استخدمه في اليابان يعني اليابان ما بتستخدموش يعني بشخل كلاسيكية تكرمو ممكن يكون فيه واحد كده كده كندا كنادي يستخدموا انما ما مينفعش اقول Moy ما انه شفت نظام التعليم في اليابان اليابان سخلت خلص الكلاسيكيات الكلازيكيات بتاعتهم تقليدية يعني الاشتغوة في اوقات الترفيه فقط. لا وكلاسيكيات يعني عزيك 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 بتوفن كده. طب نشوف الاستاذ عمر كده وبعد كده نشوف الناس يعني ملاحظاتها ايه على دا يعني. شوف. اه ده اقول ما ازيكة اللي انت حت. انا تحت او. نسمعها يا ايه. ادي التراك اللي انا بشغاله للطلبة عشر دا في الحصة. بتفضل حضرتك. نعجة 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 اولى ثانية تالتا نعجة 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 اولى ثانية تالتا اخذنا المادة الوراثية مين النعجة ايه الاولى؟ اخذنا بويضة مين مين النعجة إيه التانية نعجة 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 أخذنا المادة مين الأولى أخذنا بويضة مين التانية دماجنا بويضة مع المادة دماجنا بويضة مع النه ونقلناها الرحي من نعجة الرحي من نعجة التالتة إيه اللي أنا عملت دلوقت حضرتك يا أستاذ وقل أستاذ إن الترك بقى يوقف إيه اللي أنا عملت دلوقت استخدمت حضرتك تعلم بصر انا عندي تلات نعجات في قضية الاستنساخ خدت من دي المادة الوراثية من سديها وخدت من هنا بويضة مفرغة النواة دمجت الاتنين دول بطيار كهربائي زرعت ده فراحي من النعجة التالتة فاطلق لنا النعجة دولي ليا قصة النعجة انا معطعتش حضرتك بس ما تقلش في الغنوة انا مسمعتوش في الغنوة انا حضرتك الاعلام بيصلت الضوء على الثلاث سوان يا فندم حضرتك ما تقلش انا مشغل هو هيكمل كده هيكمل لحضرتك الكلام مش هيبقى تركيزي مش هتلاقي الوضع في البروجيكتور انا عرضي الاستنساخ في كم قضية يا أستاذ وائل اطلاقا ما فيش هز جسم ما فيش الكلام ده في التزام وفي الزام في اخلاق واقسم بالله ما في حد يجرؤ يعمل في التزام في الزام في اخلاق انا هكمل لحضرتك حطت كام فيديو انا على البروجيكتور تعلمت في حصة لو الابرة فيها بتقع بيعني حضرتك تعالى تصور عندي وشوف الكلام ده وتركيزي بيجيب كده يا فاند تعالى حضرتك اكمل انا حطت كام فيديو على البروجيكتور حطت عشرة فيديو بغض النظر عن استنساخ الناعجة انا جايب الفارفا كانتي واخديم فيديو كامل عنه جايب استنساخ النابات على فيديو كامل بالبروجيكتور خلينا عشان قبل بس ما سمع بارتو على الايات استاذ حسام هارون وجمع القضية يعني اقنعوا الناس بهذا الاسلوب طالما انه عامل هذا الجدل لان بسأل التلاميذ والناشئ والاطفال وانا استاذ حسام باعتذر لك طبعا كنا حنسجل مع الطلبة والطالبات عندك والناس وللأسف احنا ملتزمناش بالموعد فانا باعتذر لهم هما لانه كمان كانوا جهزوا نفسهم ندخل بقى في الموضوع انت كمان بتستخدم الاسلوب نشوف الاستاذ حسام هارون عندك مشكلة فنية طيب لغاية ما نجهز بس استاذ حسام الاسلوب بيوصل معلومات ولا زي ما قلت في المقدمة بيشيع التعليم لمثواه الاخير بوست حدوى استاذ وائل اول حاجة انا بحب اوصل للموعدة الطالب بمعنى هو الطالب دلوقتي بحب اغاني عبدالحليم حافظ ولا اغاني المهرجانات فيه بيحب اغاني عبدالحليم حافظ حتى من البيل لا لا انا بتكلم انا بالعب في الفترة اللي هي مثلا من من سن ثالثة عدادي ولا سنوة ثانية سنوة ثالثة سنوة طب لو انت شايف ان اغاني المهرجانات فيها انحضار بالزوء وتدن ما هم حبينها الناس ممكن تكون تحب تحب صور خليعة لو انت السن المراهقة خطر ما انت لو قلت له تعالى شوف صور خليعة ما يعني هل انا بطلع بيه ولا بنزل بيه طب انا اكمل حضرتك انا لقيت مثلا معظم الطالب اللي عندي بيحبوا الاغاني السريعة طبعا الناس بتقول اغاني السريعة اسمها مهرجانات ما في حاجة اسمها الريب الريب ده رتم سريع نشوف عشان كان في عيب فن بس نشوفه دلوعي طبعا الناس اتفضل بتقول مين اللي قالك أن دا يوصل المعلومات للطلبة حضي دا انا عود تاني برضو انا الطلاب بتوي او الطلبة عماتا في السنة دا بيحبوا الرتم سريع احنا عندنا الرتم سريع اسمه هو رجانات مفي اغانية رتمية سريعة اغاني مهارجانات زي الريب فانا بشوف الطلبة حبين اغنية ايه بطلع الكلمات الوحشة او الكلمات الكويسة وبحط عليها اغاني منهج يعني مثلا اغنية مثلا مشهور العمر دي او مسلا لأي واحد الطلبة حابيني مسلا الاغنية المعينة. فلا بطلع الكلام بتاع الاغنية وبحط كلام منهج. فالطلبة بيحب الموضوع ده. ولقيت لقمعها نتيجة. يا مسلا لقيت الطالب بيقول له مثل تممكن اخد الاغنية بياخدها في البيت. وبقى انا عطبق حاجة مسلا في تالة اعدادة دي ممكن بقى يكون هما حاجة في الخريطة. طب تعمل نموذج دلوقتي? اه ممكن انا عطيهم حاجة في الاعداد. دينا نموذج كده عندك انا في حاجة في الاعداد في اغنية في الاعداد بس مش عارف مجالزين ولا. لو مسلا بشرة خريطة. طب دي صعبة. اه. يا مسلا لما الطالب بروح في البيت فيه كلام صعب. انا بس هيرهوله بالموضوع ده. يعني مسلا. ازاي بتعمل ايه? حاضر. اه مسلا عندهم في تالة اعدادة دي فيه. المريك شغال كده ولا تعمل? اه اه شغال. عندهم في تالة اعدادة دي فيه مسلا ده اسم التدريس والمناخي. اه. الدرس ده صعب. يعني كل تالة اعدادي لو عملت مداخلات هيقولك اصعب وبعنين اه اصعب درس في تالة اعدادة ده هو درس دي اسمه التدريس المناخي. اخرين هو مناخي. ايه ليه ليه ما كلنا درسناها. لأ طب مانا درست بس قصدي يعني فيه حاجة صعبة عالطلبة. طب بتسهلها لهم ازاي? حاضر. مسلا فيه خريطة اسمها خريطة افريقيا. تمام? اللي هو كان مش غدا من شوية. اه الخريطة ديت مسلا بقولك شرقا المحيط الهندي غربا المحيط اطلنطي فوق بحر المتوسط. وفيها ت الدوية العرض. سرطان والسوية وجاد. انا بقول مسلا ببدأ اشحلهم يا بص اولاد شرقا هندي غربا اطلنطي فوق متوسط. بس عاوزة ببسط اطلنطي بقولهم. اه. هندي مين? اطلنطي شمال. لا لا اديها على طول اديها كتلة واحدة. طب ما اللي هو شغالي انا موجود هنا. طب عندك الا. التدريس. طيب. ما هو لازم بمزيكة ما هو ده بتديله الا ما هي كلها بقى. لا اعاد. او. ماشي. هندي مين اطلنطي. لا 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 لا. انا استنى لغاية ما يجيب لك المزيكة. اه. الساس فايز. نعم. اه ده يعني لما بتسأل يعني هل شايف ده اه اسلوب لتوصيل المعلومات في عصر هو شايف اقاعه سريع و اقاعه كده ولا ده لا علاقة له بالتعليم ويطلع لنا اجيالا اه متدنيا. بداية اه احنا اولا اه عندنا منظومة التعليم منظومة يعني مريضة عاليا. اه. منظومة التعليم عندنا منظومة مريضة. اه. ولكن احنا المفروض بنعلم عشان نعافل منظومة مش عشان ننزل بها في الحضار للمرحلة دي. اه. التعليم يا استاذ واقل التعلم مش التعليم. مش يشتغل على الازن بس. الازن دي بيشغلوا عليها اطفال الحضانة. لما بيبقوا بيروحوا الحضانة عشان يعلموهم ابنية بابا ابنية ماما السلوكيات الحاجات دي. لكن مش في مراحل التعليم السنة وبالاعداء دي. اعلموا الكلام اللي قاله الاستاذ. في التدريس وفي الخريطة والبتاع. ما هو يتقال من غير اقاع. يتقال من غير كده. والمدرسين بيشرحوه كده. لكن اللي انا عايز اوجهه. اللي انا عايز اقوله للأسفزة. هل دي طريق التعليم؟ ولا وسيلة للتوضيح. دي لهي طريقة؟ ولا وسيلة درسناها احنا في كليات التربية ولا في التعليم نهائي دي مش طريق التعليم. طريقة التعليم لازم بشغل مع المخ كله. لازم يكون فيه ابتكار والطالب يحصل المعلومة مش احفزها. احفزها يبقى انا بخلي واحد اصم بسجل وهو بيقول. بيقول بيقول بعلوماتي. طب اذا كان ده يعني هيسهل للطالب. هو شايف دماغ الطلبة عنده. التلاميذ ايه والطلبة ايه. فبيشوف ان ده بيوصل لهم كويس المعلومات. مش بيوصل لهم. مش بيوصل لهم. الطالب بيحفز اغنية. بيحفز كلمات اغنية. مع التكرار. من اول الاغنية يعني الاكيد. اكيد ولا متأكد من الكلام. اند الاسازة. هيقول في اول المنهج الجزئية دي. وعلى ما ييجي في المراجعة. عشان يقولها تاني مش هيقدر. طيب. عشان يقولها تاني مش هيقدر. عشان يقولها تاني. هل شايف دا يؤثر. انا عزب علبي ما عليش شايف دا يؤثر سلبيا. انا عزب عم سوقات النظر. لأ لازم مش هادر استمع لازم تبقى فيه جهات نظر في النصر. في وجه نظر علمية يعني. الثانية بس الثانية هنا ده كتاب المدرسة اللي بنعلمه. آآ الاستاذ قال التعلم. والفرق بينه وبين التعليم. التعلم هو تغير شبه دائم في السلوك. نتيجة الخبرة الممارسة التدريب. احنا اللي عملنا ممارسة. واده نظرية في كتاب المدرسة بتقول لحضرتك نظرية نورمان لمعالجة المعلومات ضرورة الاعتماد على التكرار اللفظي. كتاب المدرسة. يا يا استاذ عام ما تكرر لفظي. انا ما تكرر لفظي مين قالك. ما هو تكرر لفظ ده. ما هو ماشى. يعني. اسباب الحملة الفرنسية على مساء. اسباب الحملة الفرنسية. وهيكرر. انما مش هغنيها. ومش هستخدم اغاني. مهدي نظرية. متهمة بالابتزال والسقل. لا احنا انا قلت لحضرتك انا على المستوى الشخصي انا بس برد على الدكتور. بقول لحضرتك احنا لبنعمل ابتزال للتعليم ولا بنعمل اي حاجة خاصة بالتعليم بان انا مقلتش حضرتك. ابو سينا بس عشان اه اخد بس انا عندي هنا بتاع اه حسامة ونسمعه بسرعة ما انا هسمع تعليق. نسمع. مستر حسام مستر حسام مستر حسام مستر حسام مستر حسام مستر حسام اكد كلام وفي الامتحان في الامتحان اكد كلام وفي الامتحان في الامتحان هندي بين أطلنطي شمال والمتوسط في الشمال صارت أم فوق وجدي تحت وبنهو بستوان أطلس أحمر درا جنز البرجية كلمان جالو كيميا ديكتل يا بشرقية كوبرا واسيوبيا بحيرات اسطوقية هنوبة أفريكيا تحت بس شوية بزم بزم في هندي والقوم بأطلنطي النيجر في جنيا متوسط دار الني ضلت أسيا شبلية ترى بوسينا بس يعني تأثيراته السلبية إيه اللي انت مندهشة مندهشة أنا بس مندهشة من التعميق النظرية اللي هم التعميق الفلسفي للسلوك اللي أنا شايفها يعني أولا بس عايزة أقول حاجة وضع حاجة نظرية الزكاءات المتعددة نظرية الزكاءات المتعددة يقصد بها هي قدرات الفرد على امتلاك مهارات وطرق تفكير تختلف عن فرد آخر يعني أنا عندي زكاء معرفي حضرتك عندك زكاء بصري حضرتك عندك زكاء سامعي واحدة عنده زكاء اجتماعي ده أنا 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 بشرح بشرح الحضرتك معلش أنا أنا بشرح الحضرتك بسأل بقولك فالمفروض ان المعلم ازاي معلم بستخدم الزكاءات المتعددة ينمي الزكاء عند الطالب ماليش يا فندي ينمي الزكاء عند الطالب اللغوي الشخصي الاجتماعي الزكاء المنطقي بالرقاصة يعني لا حضرتك يا فندي ممكن اسمحت حضرتك بعد اذنك ايوة لما جيب له بنت شيلة تعبان فتاسة عرضية كده انا بودي تفكيره لحاجة تانية يا لأ معلش شباب مراهد بردو يا لاب سلاقه احمر مهم معلنا يعني هو حيركز في اللي انت بتقوله ولا في الحاجات لا بس انا عايز اشرح حاجة يركز اكثر من اللي مقل في المنطق اقسم بالله انا عمد طلبات تركز في الكلمات والمفردات اللغوية اكتر من ناس اللي مقلفة المنهج طالب سنوية عامة النهاردة العقل الجمعي احنا بناخفاله انا عايزي بس اوضع حاجة انا عايزي بس اوضع حاجة اخطبار لزكاءات الطلاب اللي عنده وده حصل في بعض المدارس انا بتكلم ان انا ايدي في العملية التعلمية اه مانيش قاعدة اه اصلا بيعرف دوت دوت عنده دوت اه 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 لا ما اقول لها بعدين مقول بتعامل مع الطلاب ان ده عنده قدرات بصرية اكتر ده عنده وانا باعمل اعمل استراتيجيات تعلم كتناسب مع جميع مستوىات الطلاب. طب ليه ما تقوليش ان ان ده اه يعني جيلي اختلف يعني انت تعلمتي وانا تعلمت جيلي اختلف. انا بكلمك جيلي دلوقت ما اولا انا بناتي متخرجين متجاعة ولسه عندي اه اه في الجاة التالت اعدادي. وانا بشتغل اصلا في حاجة في مراجح خارجي وبشوف باروح مدارس وبقيم مدارس. يعني انا ايدي في العملية التعليمية. يعني فاهمنا حضرتك فانا. طيب. في النهاية انت شايفة ده ايه? حضرتك بتقيمي ولا بتقويم يا دكتور? حضرتك انا شايف ان ده تحريج. ده ده. بعدين حضرتك التعليم بس حضرتك. طب هل الاباء اه واولياء. اهو ده اللي انا عايز اقوله. لما لما يشوفوا اولادهم بينجحوا ومستوهم بيعتفع بالا. ها دي المشكلة يا استاذ. هل العل بتنجح? يا لأ. تنجح بيجيب تسعة وتسعين 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 اكسم بالله. لو سمحت. اه. طبعا انا بنش اتكلم في كلام ده باستعمت ان ده. ايه يا بتقول ده تحريج. مش تعليم يا. بتقول بروح مدارس بقى عمل تقييم. اه. تقييم ولا تقويم يا دكتور. انت هتختبرني. لا والله. اكسب الله. اصدواتها لله. اصدواتها لله. اصدواتها. 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 مش عارفة يعني. اصدواتها. انا بغني هالي ممكن احفظ. عغانية لحضرتك حضر. حضرتك انت بتتكلمه في اه في ان احنا مسلا عملنا طريقة. صح? طب ليه طالب ما بتروحش المدارس. يعني انتم مسكين فينا ان ده معالش. واحد اصدواتها اللي انا عارفه على مستوى الشخصي او اصدوات عمر او استاذ شريف الشوقي. في هم دارسين غيرنا بيقعودوا في البيت. اساسا ما 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 بتعبش في التحضير. بينزل بيقول اي كلام وخلاص. احنا عشان بنعمل كده بنحضر وبنصهر عشان نوصل للطالب ان هو بيجيب الدرجة النهائية. حاجة تانية. مشي تب تقول التعليم بتاعنا كويس? طب حضرتك لو التعليم كويس ما الطلبة اتروح المدارس. ما بتروحش مدارس ليه. لا الطلبة. ميه jos لو سمحت. يا استاذ حسد. الطلبت مدارس عشان مفيش فاق입니다. امة لمشفها لا وعشان مدارسين ما يسترحوش عشان لل olds. معلش يعني. علشان المدارس ماتت والتعليم. طب انا مسلا انا عند مسلاً. وانه مؤسسات الدروس الخصية السناتر دي اصبحت هي البديل. طب والله يا العظيم السناتر التعليمية هي اللي بتحل ازمة التعليم في مصر. ليه فيها مدرفيشه الطاب. انا بسمع عالد استاذ عالد دالي. ايه? استاذ عالد دالي عشان اسمع برضو بسرعة الاستاذ شريف استاذ عالد دالي. موهلات البكاروس. انت حضرتك يعني اتخذ مكانه استاذ واقل. لا 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 انا بسأل بس انا بقول له استاذ واقل العزع في موهلات بتاعته ايه موهلات. لسانس اداب وتربية حضرات الجامعة ان شمس. يا حريك التربية. اه. انا كلمة حضرتك خيب. انت حضرتك ما بيت خلينيش اكمل الجملة. لا ما انا بسأل تربية. ادي بسأل الله عزعب تربية. ولا. لا ما هو ما هو. يعني الاداب وتربية. جامعة تاني شمس تقدير عام جايق جدا. اه. حضرت الدبلوم عام. ساز عالي قبل ما انا خليه بس اقدم دكتور. وسبس الماجستير عشان الطرق التقليدية القديمة. اه. 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 في جامعة حلوات. جامعة لو سمحتوا الحوارات الجانبية بس. كان في موقف كده حصل معي في الكلية. اه. اه. انا في تلتة بالزبط. كانت الدكتورة اللي كانت تشرح لنا طرق التدريس. كانت طالبة مننا زي تكليف كده كل طالب يأه. اه. يأه. يأدم الجزئية اللي هو اه. اه. بطريقة مميزة. غير الطرق اللي هي موجودة. اه. في مناهج التدريس التقليدية اللي هي النماطية اللي هي موجودة في الكتب. اه. اه. فكانت عرض علينا نظرية الزكاية المتعددة اللي الدكتورالس متكلمة عنها. فقالت كل طالب من اللي موجودين يستخدم زكاء من الزكاية المتعددة عشان خاطر يعرض آآ منهجية جديدة او يعرض آلية جديدة من آلية التعليم. كل ده حلو. ايه علاقته? مع آآ. جاي جاي لحضرتك. الزكاء الزكاء الموسيقي. ده زكاء من ضمن الزكاية السبع عند جاردنر اللي هو العالم الامريكي. طب اجيب لهم اه 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 اطلع ارتقي بزوقهم اجيب لهم فيروز. لا لا هو هو حضرتك هو الموسيقى. ما انا اللي اطلع بزوق الناس. انا لو نزلت اله. اصلا انت بتقول لهم عايزين كده. طب ما هم عايزين بعض العيال المراقين عايزين صور خليعة. هو. ما تيجي نعمل لهم المنهج على صور خليعة. هو الموسيقى وسيلة يعني. لمستوى الطالبات والطلاب اللي موجودين عندنا تختلف مكان لمكان ومن من منطقة من منطقة. فانا النهاردة لو لقينا ان في نظرية كاملة اسمها التعلم اللحني. لعلم اسمه ريت شارد ماير. بأكد عليه تينا اهو نظرية التعلم بالوسائط المتعددة. انا اتمنى نشارك اسات زد او دكاترة كل التربية الموسيقية. هم يرتقوا بنا واحنا نرتقي بيهم. ده 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 تحروا لو تقولوا ان انت بت بتعلم على اغاني المهرجة. طب من ضمن اله. شوف انت بتقول ايه? التربية الموسيقى. هو كان في وزير من وزراء التعليم السابقين حضرتك كان هيعمل النظام دوت وكان هيستعيم بدكاترة في كل التربية الموسيقية. لا استخدام استخدام الموسيقى واستخدام الفن محدش هيبقى ضده يعني. ما فيه ما يمكن انك انت يبقى فيه حصص متعلقة بالزاي توصل معلومات للناس عن طريق اداء مصرح. اه عن طريق اه مزيكة. لكن تهز بال. اشرح لحضرتك. يعني تبقى مزيكة من اللي بتهز بالنفوس كده مش اللي اشرح معلومة معلومة بالرخامة. انا مسي انا مستخدام الراجل خدنا منه الكلمة فضل فضل. اه فكان فيه من ضمن الزكاات الزكاة الموسيقي يعني. فانا عرضت الدرس آآ على طريقة الزكاة الموسيقي. ان انا طبعا هو الموسيقى وسيلة وليست غاية. الموسيقى وسيلا وليست غاية. احنا مش بنخدوا طريقة في التعليم. هي مش طريقة اساسية. هو فيه طريقة منهجية الاول احنا بنعالج المعلومة. بنبدأ الاول بشرحها بنبدأ بتوضيحها. بنتucher خلص في الموضوع. احنا بنطلع القيمة الاول. انا هتكلم انا هتكلم مسلا على يعني على الطريقة. اه. لانا استاذ عمر بنتبع على اللي هو فيه اه ريتمي كده موسيقي اسمه التيمبو. ده علميا اه بينشط جزء في المخ اه او موجات معينة. موجات معينة في المخ اسمها الالفة. اه الموجات ديت يا موجات كهربية. اول ما بتسمع نغمة التيمبو بت بتتحرك وبيحصل نشاط عقلي. نغمة اسمها التيمبو اللي احنا شغالين بيها دي. دي علميا عند. انا بس عايز اقولك ده ده علمي الكلام ده. اه علمي. طب خلينا شوف الاسلوب طريقتك في التلاب انت بدأت بالحديث ومن الكامل. اهو يانيو زـ peligات. اهو يانيو يانيو يانا يدفها exhibited العظمانا.. اه Program اقPrinku. اهو يانيو يانا يدفه اقلاnon. اهو يانا يدف على انت بدأ سبب어야 الهبيض وانيو تريد انت بدأهاan. اهو ي из شركي كلي. اهو. يانيو كلم اقليد انت بدأوا. تطفوها ل Leaders اقديد انت بدأ price عثوري. اهو يانيو يان physique يانيو تضي noon. اهو يبهاى. طيب خلينا اخد بسرعة دكتور شبل بدران عميد كلية التربية جماعة اسكندرية الأسبق دكتور شبل انا بيك انا بحضرتك دكتور شبل يعني بالتأكيد انت تتتبع كل وسائل التدريس في كل دول العالم وايضا في كل الازمنة والعصور هل ما استمعت الى الان يعني هو اسلوب ومنهج للتدريس ولا تهريج زي ما بتقول الدكتورة فضل أولا مساء خير يا سيزوائل وانا شكر لحضرتك وللقناة على اصارة هذا الموضوع لان الظاهرة دي بقى لها اكتر من خمس سنين منتشرة في العواصم الكبرى اللي هي فلسفة والاخوة بيتكلموا بالعلم فيها كأن ما يقون به علم بس احنا في الحقيقة والسيزوائل بنتكلم عن العرض مش المرض هو الناس والاسد دولت بيعملوا كده ليه لان الولد عايز يجيب درجات عالية عشان ينجح عشان يروح كلها متفوق لو ان عدد الكليات المتاحة في المجتمع تكافئ عدد الطلبة ما لجأ الطلبة للصراع ولهذا التنافق الازمة في انك انت نظام التعليم عندك قايم على الحفظ والتذكر فدولة ناس بيحفظوا الطلبة انا موافقك تماما يعني وده اسلوب يساهل الحفظ يعني وانا عايز بس ابلغ الدكتور طاري شوقي اقول له مع علاقة ما يتم الان في ملاكرة الدروس دي ببنك المعرفة اللي حضرك بتتكلم عنه وفلسفة التطوير اللي انت بترجع لها ما يقوم به هؤلاء البشر امر طبيعي ومنطقي لان تعلمنا ايم على الحفظ والتذكر والتلقين فهؤلاء رواه طبعا الصورة اللي حضرك عرضها مش مسخرة وشيء يعني لا يقبله بشر وامرنا ما سمعنا عنه وانا هقول له ايه الطرائق الحديثة اللي المفروض لو خليت كلية التربية يكون عارفها وعارف ان هي افضل الطرق في عملية التعلم مش التعليم مش التعلم اللي احنا التعليم او استاذ وايل ان احنا بنضخ معلومات في ذهن الطالب ونعبأ ذهنه بمعلومات ويسترجح اما التعلم هو تدريب الطالب على ان يتعلم بنفسه على ان يبحث عن المعرفة بنفسه الهدف هو كيف نعلم المتعلم كيف يتعلم فالازمة يا استاذ وايل ازمة السنوية العامة ان انا عندي خمسمائة الف طالب امامهم متين الف في التعليم من البعض اذا كنتش هتوسع في التعليم الجامعي بما يكافي هذا فيظل هذا بس احنا كمان طول عمرنا النظام التعليمي هو يعتمد على الحفظ والطلقين مالوش علاقة بالابتكار والتفكير لكن لم نلجأ الى هذا الاسلوب فانت بتقول يعني ان هذا الاسلوب هو النتاج النهائي اللي كان لازم يحصل لاستمرار منهج الحفظ والطلقين تعالوا نحفظ العيال هما بيحبوا اغاني سوقية بالشكل ده تعالوا نحفظ لهم المنهج بيها يعني عشان كده بنقول ان احنا وصلنا الى قاع القاع في التدهر في العملية التعليمية يا استاذ بتكلم على اساليب حديث لساليب الحديثة يا خريج كلية التربية اسمها التعلم النشط والتعلم في مجموعات والتعلم بالمشكلات والتعلم عن طريق حل المشكلات ان انا قسم الفصل لمجموعات والمجموعة دي تشتغل وتعمل الواجب بتاعها والمجموعات تتبدل المجموعات مع بعض طرق نمطية طرق نمطية طرق نمطية وفيه اجدد اللي احنا يعني 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 الهشك بشك يعني الهشك بشك ده لا هو يقول علينا مسخرة ينفع مفرادة لغوية دي تتقال على مدرسين ينفع دكتور جامعة يطلع من لسانه مسخرة ينفع يعني يعني احنا جاينا عند حضرتك عشان دكتور تقول ايه التربية جامعة ان شامس يتكلم بكلمة مسخرة هو لما يقول اقول لحضرتك حالي انا هسمعه كلام خاص بمزارة التربية والتعليم مركز التربية والتقويم والامتحانات اللي بقولك التعليم حفظ حطت نسبة 17% تذكر رقم واحد نسبة 33% تطبيق نسبة 37% فهم فين الحفظ فين الفهم فين التطبيق فين المستوىات العليا ما ذكرهاش ليه الدكتور في الامتحانات هو بس الدكتور ركب على موجة الايه الحفظ احنا يا دكتور شكرين لحضرتك احنا مش مسخرة انا عارف كويس او متابع انا بعمل ايه وحضرتك عايز تعرف نظام المجموعات احنا كمان هنبقى نشوف رأي الناس دكتور شبلة وعايز تعلق اتفضل يا عزيز واقل لو تكرمت ممكن تديني فوصة لان انا بتكلم من بره وهو عندك يعني يملأ الشاشة ويملأ الوقت هو محتاج على كلمة مسخرة بس انا بقول ان يعني منحقي ان يجد ان هذا الاسلوب يسرق هذا الوصح انا بوصف حالة انا انا دوري ان انا بوصف حالة انا شفت منظر بوصفه انا لا اتهمه وانا اقدم له العز وهو لولا التلقين ولولا للنظام التعليمي متدني ما كانش هو بقاله سوء السوء ده راجئ لانه مفيش مدرسة ولا تعليم في المدرسة اسأل الوستاذ اللي عندك بيروح المدرسة امتى وبيبدأ السنتر عنده من الساعة عشرة لا توجد تعليم في المدارس التعليم خارج المدرسة في المدرسة الموازية في البيت وفي السنتر ده السناتر بتبدأ تمانية صبح يعني نفس معادل المدارس ودي مسألة تسأل عنها الدولة فما اقولها استاذ ويل ان احنا عندنا في طرائق واستراتيجيات التدريس التعلم النشط والتعلم في المجموعات والتعلم عن طريق حل المشكلات بس احنا ما بنقدرش نعمل دليل لان العدد كبير الفصل ابو سبعين طيب اخد تعليق كده عشان قبل مطلع الفصل بالنسبة للتعلم النشط اللي الدكتور بيتكلم عنه ده الزكاية الموسيقي ده جانب اساسي فيه بمعنى ان انا لسه قلم من شوية فيه موجات اسمها موجات الالفة موجات الالفة دي موجات كهربية اول ما بتسمع نغمة موسيقية بتنشط فلما بتنشط اي نغمة موسيقية؟ اي نغمة التيمبو اللي احنا شغالين عليها طب انا لو حابب مايكل جاكسون تعمل لي لا احنا بنتبع احنا بنتبع وسيلة تبقى تبقى متوازية معنا وده الحقيقة يعني يعني طيب يعني مش لقينا اللي اغاني المعجمات قد نسألني دكتور علم نفس في السيوليش بعد يزنى حضرتك او طب نفسي نسأل بس على حضرتك شعور الطالب بالارتياح وعدم الارتياح اثناء للستسقان هل الطالب يا دكتور شبل بيقولك ان الطالب بيشعر بالارتياح؟ وعدم الارتياح هل المعلومة لها اثر؟ تفضل يا عسيز والا هم يتجلموا عن الغرائز وعن الحواس ما يصيري انتباه الطالب انا بيصيري انتباه الطالب باستخدام حواسه بداخد حواسه بخاطب الحواس اللي موجودة فيه عن طريق اغاني الاسارة بعملها ليه عشان احفاظه المعلومة بدل ما هي جفة انا بحفاظه عليها شوية تمتوس بطريقته الفكرة فكرة الحفظ لو اني او استاذ واقل هدف التعليم ان انا بعلم الطالب ازاي تعلم ويفعل وانا اسأل الطالب عن وجه نظره انا سيحتاج اعمل له غرائزه وحواسه هيحفظه ايه بقى ما انا مش همتحم بالحفظ انا مش اقول له اسكر واعلل انا اقول له ما سفهم قول لي رأيك في اللي انت دراسه هو رأي مش اللي ارشه الموضوع ما هوش علاقة بالحفظ تماما انما الاسازة الاسازة يعني ناز بتبتكر وبتبتدأ بالصرف النظر حضرك شفت المنظر هل ده منظر بيقول لك مش عارف جاردنر ومش جاردنر هل دولا بيحاول يوظفوا العلم او كلمتين عارفهم في مرقب يعني هو بص يا امر يعني خلينا اقول يا جماعة ده نظام نحن ابتدعنا لك ان ما ترجعوش بقى تقول لي اه ارجعو اثبتو قلميا لان تقول لي ده منهج اه والله الغوية والله منهج علان اصلنا لازم اطلع فاصل اجباري بس هنا استاذ عالي عشان حسألك فيه اسمع اسلوب استاذ عالي الدالي بسرعة كده قبل ما اطلع فاصل عشان يعلق عليه بعد كده تركة ليت من مصر حتى بناء يترك والله ممعين كله يسيبنا سباك اشترك كابتين خدا وعلا حاسب آري عالي الدالي حاسم آري ولكل كان رحيد عالي الدالي الفاصل الدالي الفجوة بزي لما نقول الحب آري لما نفتع عنده أجل الضغط لتالي الضغط روحي واني طلابي تالي بتقول طلابي تالي بتقول هننفذ الكنترول طلابي تالي دايما في مالي العاشب الألي يوم الضغط ينجعني تالي الضغط الألي مع عالي بي سنجي بيضون في مالي هل ده انعكاس لانهيار التعليم في مصر ولا ده هم شايفين وأسلوب يتمشى مع جيل إقاعه كده وإدماره كده والخطأ فين عندهم ولا زي ما بيقول الدكتور شبل في نظام التعليم في مصر شهدين نحييكم من جديد ما زلنا معكم نناقش قضية في غاية الأهمية لأنها متعلقة بأسلوب التدريس كيف يمكن توصيل المعلومات للتلاميذ احنا عندنا مشاكل كثيرة متعلقة بالتعليم إعادة الاعتبار للمدارس التي ماتت مناهج التعليم التي لا تتمشى ولا تتناسب مع التطور الحادث في المجتمع تعتمد على الحفظ والطلقين بعيدا عن الابتكار والتفكير عندنا مشاكل ضخمة تانية حتى متعلقة بالنظام القبول بالجامعات اللي بيعتمد فقط على المجموع عندنا كابوس السنوية العامة كل دي قضايا ومشاكل بالنقشها معاكم لكن كمان هذه الظاهرة التي نناقشها ربما كانت انعكاسا لكل اللي اتكلمت عنها بمعنى ان هذا التداهر اللي حصل في نظام التعليم يؤدي الى ان الناس تقول اه عندنا اسلوب بهذا الشكل يمكن ان يتاهم البعض بالتدني والانحضار ويمكن ان يتطفق معه البعض الاخر ويقول اولادنا بيتعلمه كده طيب استاذ فايز عشان اخد تعليقات قبل ما اسمع الاستاذ علي انت ليه منزعج من هذا الاسلوب اولا ده بعيد عن التعليم خالص نهائي ده بيشتغل على حفظ بس والحفظ ده طيب ما هو الطلبة في المدارس بتحفظ 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 بس الحفظ ده ده الحفظ غير سوي هو لايه يعطى منها الحفظ فقط حفظ غير سوي ايه احفظ هو الموضوع مش حفظ بس اه احفظ احفظ طالب مراحل يا دكتور علشان يروح يحط معلومة داخل هينسى المعلومة دي لحد ما يوصل لامتحان التعليم مش كده التعليم لازم نزود المدارك والعقل كله يشتغل مش ودي بس بس حسة وحسة لازم الحواسة كلها اعقب بس على كلمه اعقب على كلمه بس لكن ما فيه التعليم ده معلش عفظ بس ديني فرصة التعليم بالطريقة دي ما هواش تعليم ده افراح افراح زي اي افراح بتتعمل اعقب بس على كلمتين الطالب اللي المشغول بالتسقيف الطلب على البنت المشغولة بالسقب وبنغرق مش هتفهم معلومة يا واقل بابل جال وده ايه ده اعقب على كلمتين ايه ده يا واحدة ما يخلص بس عشان هو هيخلص يعني البنت اللي احدى تسقب في بالها ايه هو كان بيتكلم انا شفت له الفيديو بيتكلم على محمد علي محمد علي محمد علي ايه وبتاع ايه الوقار مش كده التعليم مش كده محمد علي لو يعرف انه حدثين تعليمه بهذا الشيء طيب عقب لبما ما ورف عائلة الحكمة حتى وقال طب انت شايف اه 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 ده خطر يعني يا سيد سباية خطر على التعليم بس احنا كله احنا في التعليم احنا السببب اعقب بس احنا السببب بس هتلاقي اولياء الامور سعداء جدا لا 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 انا سعداء اتحدى ولي امر راجل ولي امر رجل مش امرأة راحل مهرجان ده وشاف ليه 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 مفيش في راجل وموجود الا رجال اللي شغالين لكن كله اولياء امور طب ولي امر راحل ايه مكان زي ده لانه هو مكان في سقفه ورأسه ومحلاهم عندنا الجماعة بس اخي بلا بس اخي مش عايز اهني الناس مش اهالة هي راحل طب خليه يجيب الفيديو ويوريك ويا بالسقف كده ومع الكاميرا يشغالك يا واقي يا واقي البيت مش كده مش ده التعليم بعد ازدك يعني احنا بلاقش هتلو هتلو حتة يا وسوص عشرة لا ايجابها هو ارا شفتها انا نهار ده طول نهار باسمع فيديوهات وده تعليم يا رجل طب هتفتكر نعجة 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 اوه افتكر عبر الشيطة كم نعجة تلاتة والله وانت في البيت هتفتكرها لا قدام شوائي لا بش مش طيب يلا نكاة احنا هنا يعني هنا بها اعقب على الجملتين بس هتعقب عشان استاذ عالت فرح هو دلوقتي الاستاذ لسه ايه هم فرحنين فهو متضايق ان هم فرحنين لا امين قال هو طبعا فيه نظرية افرح في مكان الفرح انا جاء اتعلم اقول حاجة بعد ازدك واشد عليها اللي سامعينه كلهم انا كنت شغال مدرس في ابداية حياتي كده للمستنفيز الرسوب يعني يعني مستنفيز الرسوب كانت اعدادي يعني ضيعين الطلبة مستنفيز الرسوب كنت بطلع النسبة 99% ويشهد علي صاحب المدرس اللي موجود دلوقتي والله 99% من خمس فصول مستنفيز الرسوب ولكن لو كنت بطبل ولا برقص ولا بغني كم حاجاتك لدي كم تعمل ما تجرب كده طيب ما دوقاش يجي منه دلوقتي طيب استاذ وقت دلوقتي في نظرية لسروندايك ده عالم نفس يا غداعي يا جماعة. عايزين نتكلم بشكل عشوائي. يا جماعة بس. يا جماعة بس لو تنحذوا الحاجة. هي دي كلها معتقدات. دي معتقدات خاصلة في المغنانس. كلنا بنتكلم. تلاتين سنة وتكلم مستوى عليكم. فضل تلاتين سنة. انا جددت مصطلح في الفلسفة. ما تقوليش تاني مصطلح. خالص خالص. انا. انتو بتعتمدوا على اغاني. لا لا. هاول لحضرتك هو. هاول لحضرتك لا لا لا. هعمل لحضرتك حاجة. في حاجة عندنا اسمها في الملك اليوجينيا. يعني ايه اللي جاب? ايه اللي جاب ده ايه. انا عالم. هو قول لها ده. ايه اللي جاب? برضو اه. قول لها. كلما كان الطالب يشعر بالارتياح. مش هيسدد. قلوب استطاع تفصيل المعلومات. مش هيسدد. هو ده بالضبط. هو ده الارتياح. ده واحدة. ده مسير محافظة. اسم التعامل السريع. استاذ فايز. وش يا استاذ. اسمعوا بس. الرياضيات على ابو كلسوم. الرياضيات. احنا بنتكلم. ازا كانوا جايب بيها وعيشين وشهادة معايا. على ابو كلسوم مش على ايه مش عارف يدلو فوق ودلو تحت. فيه نظرية. اسماء نظرية التعلم السريع. طيب احنا بنتكلم في النمط. دكتور واني. طيب استاذ عالي بس عشان راجم. يا جماعة والله والله العظيم اللي احنا بنكلم فيه. المضحقات المبكيات كما قال المتنام. باح يكون كالبكاء. مش ممكن يا جماعة احنا يعني. اه استاذ عالي تفضل. اه. ده اسلوب تعليمي ولا يعني اكل عيش وتعالوا نعمله بهذا الشكل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة. اه تاني حاجة احب اوضح بس ان احنا مش بنستخدم اسلوب الاغاني بس. احنا بنستخدم اسليب عشان نسهل الطلبة بتاعتنا. يعني مثلا. كلنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى مش خلقنا عقلية ايه واحدة. فانا اول حاجة بدخل افاهم الطالب. حصة فهم. افهم. ملكش دعوة انت تحفظ ازاي الكلام ده. انا عايزك ايه. تفهم. الحصة اللي بعدها. بعمل له بعد كده. الدرس بتاعه ده. بدل ما هو في طلبة هتروح. نصهم يذكره ونصهم لأ. يبدأ من هنا بقى تلاقي المستويات. في طالب شاطر وطالب ايه. فاشل. فانا بعمل له كل الاسالي. انا شرحت له. تعال بقى الاسبوع الجاي. مثلا او الحصة الجاية. انا هعمل لك الدرس ده. بدل ما انت تقول تذكره في خمس ساعات او يوم كامل. انا خليك تذكره في اغنية تلت دقايق. والاغنية بتبقى في نطاق الدرس. يعني بيبقاش فيها كلام خارج عن المنهج. يعني انت عايز تفهمني ان الاغنية دي هي اللي بتبلعه المنهج يعني. وفي حاجة. لأ بعد دي ما يفهم. بعد دي ما يفهم. احنا ما هو بيذكر في خمس ساعات. اهو في وقع اه في الصخب ده حد يفهم. لأ ما هو. ماشي. 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 المولي دي اللي انا شايفه ده. ماشي. ماشي. وحديدك في حاجات هاني بعد. لو لو الطالب لقيت مسلا ان في طالب مسلا بيسقب بيهزجني. مفيش الكلام ده. اكنا هو الطالب بس بيقول الكلام بس بيغني. بيحفظ. دي دي دي. والكلام في بقى في نطاقه. فانا بالشكل ده. يعني انا. ده مش كل. يا بص. يعني هو المتداول او اللي هو. ده مولد يا جماعة. ده مش ده مش فرح كمان. ده دي حصة من ضمن. والله والله ده مولد. بص يا بس. دي حصة من ضمن حصص على مدار سنة. بس. دي يعني دي دي حصة واحدة. يعني مش السنة كلها او الحصص كلما بتبقاش بالطريقة دي. احنا قلنا دي وسيلة وليست غاية. الطالب. دي حصة واحدة كده. دي حصة احنا بنابل وسائل. احنا بنده وسائل كتير. هو المنهة كله هتديه في حصة واحدة. المنهة كله بيبقى. عقب الحاجة. احنا يعني اي مدرس بيشرح الحصة بتاعته عادة. احنا مسلا بنشرح على. اخد تليفونين لغاية ما تفضل تفضل. احنا بنشرح على مدار السنة. اه. احنا بقى بنجي الاخر السنة بنعمل حصة المراجعة يا مسلا. يعني يشيح حصة البداية حصة واحدة بس. احنا الحصة دي بيبقى مسلا. بتبقى اسمها مراجعة. مراجعة سريعة. يعني اسم التعلم السريع. بس. يعني دي نظرية اسمها التعلم السريع. هل كل يوم هيبقى عندي العدد ده? لا طبعا. بيبقى عندي مسلا في السنتر ده مسلا عشرة هنا خمستاشرة. لا بيتم بيتم الشرح وبيتم تعمل ده كل آآ كل فترة. في السنة والمجموعة دي. لكن المجموعة دي كل المجميع. بيبقى كل المجميع بتيجي فى طولة. مش عقليات نا ايه? واحدة. فانا بديك الاسليب كلها. كلهم بيجوا في الحسن باشرح الخريطة بسلا على شاشة وبعد الشاشة بيبقى معهم خريطة مسكنة في جيوم وبعد كده بيسموهم الاغنية. وفي الحسن في الحسن. كزا اسلوب عشان كل ده عشان يبسط للمعلومة يسبت للمعلومة يخش الامتحان يجيب بيختام زوء يا يا استاذ حسام يا جماعة انتم بتساموا اولا في اغتيال الزوء اه انا اطلع بالناس ما تقوليش هو حابب كده تاني. ماشي. ما هو حابب كده. ما انا قلت لك. قلت لك المرايق حابب الصور الاباحية على النت يعني. مش تولي سنة يا حسة واحدة. يعني هي حسة في السنة. لا مش حسة في السنة. لا لا مش كل حسة في السنة. حسة في السنة بنعمل كده. بنجمع. وهل الولد يحفظ كده يعني? بيقفلوا. طب اي طريبة. بيقفلوا يا جماعة. بيقفلوا يا جماعة. يا جماعة دي يا وعد. كلنا بنتكلم يا جماعة. احنا بنتعف في الحاكتين. انا مش بفهمك واسيبك تروح تذاكر او لا. لا. طيب اخليك تحفظ. مادام دعاء اه. مادام دعاية فضالي. ايوا السلام عليكم. عليكم السلام واطلاو بركة. والله بص يا استاذ وائل يعني انا اول مرة اتكلم في برنامج اه في الترفيزيون يعني. ان شاء الله ما تكونش اخر مرة نسعد بيك دايما يعني. ان شاء الله الله يخليك. بس الموضوع مستفزني بطريقة انا مش عايز اقول لك يعني. هو طبعا انا حجمت كتير على النت يعني كان في جروبات مسلا اولياء الامور واولياء الامور المدارس. ده مش نظام تعليم خالص. ده كأنه مولد او معلاش بقى الولاد بقى يروحوا خانكة. هي البلد مقصة. هي البلد مقصة. ده يعني العلم خم طائق. انا مش عامل ان العالة نوديها الخانكة انا عايز العالة تصنع مستقبلا يعني. انا خيارة انا انا تلاتين سنة ما هواش انا جيل كبير عشان يقولوا ده اه تعليم ده اه للشباب والسن مش انه مش عايزة. انا لو ابني ده نظام تعليم ولو بقى لاش مش هوديه. وانه تعليم ده ورقصات ومولد وزار ايه التهريك ده? ايه التهريك ده? احنا ما بتجبرش الطالب اول اللي بيختار. ما انت ما بتجبروش انا يا جماعة بس انا لا انت انت لو قلت للطالب تعالوا هشرح لها. طب ما هو المدرس الكيميا اللي كان بيستخدم العلاقة الجنسية للتعبير عن التفاعلات الكيميائية اه ما الطالبة بتجيله كانوا منصطين يعني. طيب استاذ سامير من ايه نتفضل? ما هي وصلت لكده بقى الراجل يستخدم العلاقات الجنسية? عايز يقول العنصر ده بيتفاعل مع العنصر ما حنوصل لكده ايه. سامير. السلام عليكم السلام وطلاب وبركاته. اتفضل. والله والله يا السؤال بنت يعني بصراحة انا بحييكم وبحيي البرنامج والقناة على الموضوع الجميل ده بصراحة. الله يخليه. اه ده اهانة للتعليم في مصر ازيقين صراحة. يعني احنا كشايفين كده كالصعبت وده اهانة التعليم في مصر. يعني هانا للتعليم. المفروض كده الدولة تتدخل وضغط التعليم. انت انت ما 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 تعلمتش كده ولو اه. وانا يا سلوة لان انا عاوز نسأل بس ده كثرة اللي عنده في البوفاكة. انا خريج تربي حجامة اه حلوانة. وانت لما تخرجت من من الكلية ووصلت وتهرجت. اتعلمت نفس الطريقة دي ونفس الاسلوب دي. ما انا ممكن. هو بتسألكو سؤال يعني انتو تخرجت وتعلمتو. انا ممكن. ممكن بلابت كده ان شاء الله المدركة. عندك شعبان في المناج? اوه شعبان في المناج. يشغل التراك عاملها دي بقى. طب شغلوا التراك هات المايك. هنطلع فاصل اه لغاية ما هطلع بس هاخد تليفون واطلع منه على فاصل. دكتور. دكتور مصطفى اتفضل. سلام عليكم. عليكم السلامة اتفضل يا دكتور. يعني المستقبل يعني مصر ده مستقبل مصر انا انا مرعوب بصراحة. انا اللي شفته النهاردة انا مرعوب. انا قلبي مقبوض جدا على مصر. اقسم بالله ما بكتب عليك. يعني لما شفت ده بتقول قلبي مقبوض على مصر. لان التعليم هو المستقبل. طيب هو هي الطرق الطرق التقليدية هل نفعت هل نفعت البلد? يا جماعة بس الرجل. هل الطرق التقليدية اللي فضلت خمسين سنة نفعت البلد? يعني وفقا لكلامه. احنا بقلنا خمسين سنة. برا التصنيف يعتبر يعني. حال الطرق التقليدية دي نفعت. ما انتحقش بقى. خلاص. لا مش مش انتحق. يا مجرد وسيلة للتعلم السبيع. اشوف وسيلة للانقاذ لكن لا انتحق. بعد الفصل هنكمل معنا. صبر بطمت. رقص وديجي. وغناء على الحان المهرجانات. ظاهرة جديدة استخدمها بعض المدرسين في التعليم. مباشرة طبيعة سحر التعبض على وسيلة اصحر والمتعجم للتعليم. مباشرة طبيعة سحر التعليم للتعليم 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 للتعليم. نعيشه الان. استاذ عمر انت قلت انا اعمل عندك عايز تعمل على شعبان عبد الرحيم يعني. اه. عالدينا حاجة اسمها حيال الدفاع يعني. اساليب غير مباشرة لمواجهة الاحباط والصراح. فانا مقلف اغنية كاسلوب يعني. يا حاجات في علم النفس دي معروفة يعني. من منهج. من نفس التالف سنة. شغل التراك بس معا. شغل التراك الموسيقى. عكس الاسقاط. وحيلة الاسقاط. عكس التقامس. وهيه. وهيه. يسعى فيها المرء. لخفض التوتر. مناجم عن احباط. مناجم عن صراع. وهيه. تواحه دي الطفل. الطفل مع والده. تواحه دي الطفل. الطفل مع جده. هنا الدحكة دي اللي انا عايزة من حضرتك اللي بتبقى على وش الطالب. ده اسمه هرمون. يعني اول ما بتلاقييني ببتحك تعتقد ان انا فهمت يعني. انا بقول عاب طالب. انا بقول عاب طالب. انا بعت له اللوكتوتين وقعد في البيت. هرمون الدوبامين نسأل طب نفس يا جماعة. انا اسأل طب نفس. هرمون الدوبامين الطالب يفرزه. يوه. سيد عمر ما تعدش قولي بس. تابع معي يا استاذ واج. ومفكرين. لا انا مش انا مش محتاج يا جماعة بس خلينا نسمي الاشياء بمسميات. ما تحاولش تغلف ما تقوم به باطار فلسافي. فلسافي بقى. وفكري. ما يمكن. ما ما ينفعش. لان حضرتك عايز تمشينا على اطار حضرتك حطه مش عايز تخرجني منه. هو بس اممكن اولكي الانتاني. فضان يا ذكرة. لازم مهم يا جماعة. في بعض القيم للعملات التعليمية. انتوا ليه ليه ناسينين في بعض القيمي. انا اه في قيم. ايه علاقة التون النغمة بالبعض القيمي. حضرتك انت. بالبعض القيمي. 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 القيم. القيم. القيم يعني. القيم. القيم يعني. القيم. ده الموسيقى دي جزء من القيم. يا فندم. يا فندم حضرتك. يا فندم حضرتك. انت نموذج انت قدوة للطالب اما انا اتحايل على الطلاب عشان اوصلوا المعلومة بكل ما بكل ما املك من مهارات اجيب اجيب دي جي اجيب واحدة بصحمر كل ده تحايل عشان اخلي الطالب يتعلم هطلع طلاب شخصيتهم ايه لو سمحت خلينا اكمل بيتحايلوا على حياتهم كلهم هيبقى حياتهم هو هيبقى موظف بيلعب بالبطأ والحضر هو هيبقى واحد مش عارفة بيشتغل ايه لانه هو اتعلم خلق النموذج بتاعه الناحية القيمية الضائعة والحرارة البدوعة ولا نموذج لمعلم واحد بيرقص واحد بيرقص وهو بيدرق هل معنى هل معنى ان انا بستخدم المزيكة كوسيلة ان انا ما بدقلش قيمة انا في الحصص العادية بنمق القيم وبنمق المبادئ في حاجة اسمها القيم ده دي مجرد وسيلة دي مجرد وسيلة دي وسيلة دي اه دي وسيلة وليس غاية الغاية هي قيمة لا لا مش وسيلة الغاية هي قيمة اما تاخدها مع الاطفال الصغيرين بتاخدها في بعض المقاطر مش هي تبقى هي اسمها بجماعة بس لو سبع لو سبع يا 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 يعني دي اتجارة انا طبعا اللي انت شوش ده اللي يصلح ان احنا نزيهم يعني هل ينفع انك انت بتقول انا بتستخدم الموسيقى انا ما عنديش مشكلة انك تستخدم كل انواع الفنون بما فيها المسرح والموسيقى ونشوف ازاي يمكن انما هل اللي انا شايفه ده المولد ده والصخب ولا على نوع من الاغاني نوع من الاغاني انت عارف انه ينتشر في وسط المتخدرين واللي شايلين مطوى واللي بيرقصوا هم عريانين انا بشتغل على نغمة معينة انا مش بشتغل على مهرجانوت بشتغل على نغمة معينة بحفز بيها الطلبة بيبقى عبارة عن مسير مسير محفز او مسير مساعدة اللي هو اللي عندي هنا تتخيل انا بخرج الطلبة من الكابت اللي هم فيه دي كانت فترة مراجعات دي فترة مراجعات هم مضغوطين نفسيا ودي حصة واحدة في السنة يا فنز موقف واحد لمعلم بتطور جيد موقف واحد لمعلم باخده طيب انا موقف واحد استاذة رحمة قضال يا فنز استاذ رحمة فضالي انا انا مع حضرتك الطريقة دي من وجهة ناظر انا انا شايف انا باستفيد منها والطلبة بصير بتستفيد منها بس هي الحاجة يعني لما بتزيد عن حدها الحاجة لما بتزيد عن حدها يعني بتبقى افورة قوي هو في مدرسين بيستخدموا الطريقة دي اه وحشة جدا يعني بس في طلبة بتقفل بسبب الطريقة دي واصلا وليه الامر يعني احنا نتكلم من وجهة وليه الامر يا جماعة هي عالتليفون لو سمحتوا لو سمحتوا مش هناخد حقوق الناس كمان اللي عايزة تتكلم يعني فضالي من وجهة وليه الامر اصلا هو وليه الامر مش بيجي يقولك انت فهمت ايه من الحصة او انت بتاخد بأني طريقة او اني واسم فيه وليه امر ببهموش كده هو ههمه اللي انا بطفع بطلوس مثلا عايزك تقفل انا هتكلم عن السماء العامة عايزك تقفل تجيب ستين من ستين انت تعلمت بالطريقة دي يا رحمة لا طبعا بس انا انا يعني في طريقة فيه فيه اجزاء في المناج لازم نحفظها وفيه اه اجزاء رما ما احنا قلنا المناهج ما هي تعتمد على الحفظ ما احنا زمان كان يقعد يقول لك الاهداف طورة يوليو ويحفظها لك تلاتة اقامة تلاتة اقامة وثلاتة القضاء وتقعد بس ما كنتش مرقص وغني يعني وطبط بس ما كانش فيه الاساليب بتاعت التكنولوجيا اللي بتساع الوقت حليل هو في التكنولوجيا سريعة ما دي اوزفها التكنولوجيا اوزفها في انا اوزفها الطالب يجاتين بيها استاذ الرحمةㅠㅠ شكر استاذ من المينيا احمد من المينيا تفضّل شكرا مع لكم عليكم السنة يا مطلوب بركات. فضل. انا في الاول متشكر لحضرتك جدا جدا عن انت تحتني الفرصة ان انا ادخل اه. ده انا اللي سعيدني انا اللي سعيدني يا شباب. ان انا معلم. وشكرا خالص لحضرتك القضايا الجميل اللي انت بتعرضها. اه انا عندي رسالتين صغيرين خالص خالص. فضل. عندي رسالتين صغيرين رسالة للأستاذ المعلم اللي مع حضرتك. اه يا استاذ العزيز حضرتك عندك من الاستراتيجيات التعليمية. وطرق التدريب. اللي كان ممكن تستخدمه غير الاسفاف. والاستجال اللي انت تأتيجين المهنة. ده ان الاستاذ وانا هاتف جدا ان انا بقى يعني محتد عشان غيرتي كمعلم. التانية الرسالة التانية للحضارة. يا معاني الوزير. ده النتاج بتاع المعلمين اللي انت شغلتهم غير مهنين. طلاب تربية يا استاذ وائل شغالين بيبيعوا كتب مكتبات في مكتبات. طلاب التربية شغالين بيبيعوا في الاسواق. خلاص? واني شغالين بقول بتاع تجارة بتطوير كلام لكل. انا بشكرك استاذ مصطفى عشان بس اتيح المجال للناس يا جمال اكبر عدد. استاذ مصطفى اتفضل. صباح الخير استاذ وائل. صباح الخير اتفضل. اه حضرتك انا يعني كنت طالب سنوية عامة من اربع سنين. انا واه حضرت وقت الدروس ونخل في الدروس وتدروس قبل كده. واه واحنا في استناتر كان عندنا الدكتور استاذ يعني في استنتر. كنت باخد معاه كيميا. كان عنده كارزمة على وهو بيدرس المنهج كان عنده كارزمة بيعرف الكارزمة مهمة. مهمة طبعا. مهمة جدا. فكان عنده كارزمة هو بيعرف يتكلم. لكن مش بيغن ويرقص يا. لا طبعا الاساد اللي موجودين مع حضرتك حالا. شخص. هو بيحاول يدور على حاجة يعملها يوم عن قدرة التدريس. هو فقط قدرة التدريس اللي موجودة. باش اه باش اشكركم. استاذ عالي عشان قبل ما تسيبنا وينضم لنا زميلكم بس الاخير اللي معنا. طب معنا مسكندرية الاستاذ. استاذ فاطمة تفضل يا فن. استاذ فاطمة. ايوة? تفضل يا فن مسامعك تفضل. اه اهلا بكم. تفضل. انا بس عايزة اوضح معلومة صغيرة جدا للقصر اللي عندكم تتلوك يعني. فضل. هو اولا مش كل المجرسين بيتبعوا السلوب ان هم يغلي بالطريقة المسرن حدوه بدل يترقى. انا ما قلناش كل طبعا بس في بس هزيه ظاهرة لان في عدد كبير. خلي بالك استاذ فاطمة انا في يا جماعة اه اه اغاني ما جيتهاش ما ما تنفعش. انا انا ما تتلم على واحد بي اه بيعلم العيال على خش علي خش نلعب تحت الدش يعني. تمام وها يعني. ما ننفعش نزيع يعني. اللي جاي بقى ما ننفعش هزيع بقى. بيعلمهم منهج التاريخ بازا الشكل يعني. تمام تمام هتسمعني. محمد علي جابي المماليك وقال لهم خش علي خش اه 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 اتسمعني ولا لا? وعمل مسبحة الالعف. طيب اتفضلي. انت بذلك تتكلمكم هرغولنا تماما في كله. طبعا ما اكيده ينفع موضوع المهاردانات والتجودة كله. بس مثلا انا مسلا داخد مع مدرس ده. قريدي هو كل حصة بيسرح بتكل تفاصيل المنهج. في الحصة دي ما قالت الاساس هتوش قيم لا بالعكس وفي كل حصة بيدينا قيم يعني مختلفة. بيدينا ازاي نذاكر ازاي نعمل. طبعا طبعا عندك اه 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 سيد عليها شكورك شان بس ينضم لينا زميلكو الاخير. طبع طبعا. لان الحقيقة هو في مجموعة كبيرة يعني تحت هذه الظاهرة لكن احنا يعني اكتفينا بخمسة هيكونوا معانا في اربع هينضم لينا احد الزملاء. هنطلع فاصل ونكمل معك. اشهدين هنحييكم من جديد في الجزء الاخير من المقاش حول هذه الظاهرة المنتشرة بشكل كبير في الاوساط التعليمية. حسام ثابت مدرس جرافيا انضم لينا حسام اهلا بيه. حسام بسرعة كده هسمعك قبل ادائك ازاي? الاداء بتاعنا بيندمج على حاجة واحدة بس. اللي احنا تبسيط المعلومة بطريقة لغوية وفي نفس الوقت بقى اعمل تأسير او مسير سامعي ومسير لفظي. طيب ادي ادينا حتى كده. ماشي. في درس في الصف الثالث سراوي بيقول المقامات البشرية. ده الواحدة الاولى الدرس التالت. ماشي كده. عندي حاجة اسمها خاصة السكان. الدرس ده وقت كبير شوية بالنسبة للطالب. فمنون خاصة السكان. تركيب تركيب هجرادين واللغة والتعليم. طيب نجينا بالطريقة دي. لا كمل كمل. ادينا الا اه. ايبا انا عندي هنا. ايبا تاني. عندي تركيب تركيب هجرادين واللغة والتعليم. تركيب نوع تركيب عمري. وباجي بقسم التركيب عندي كشرح. انا باخد كعناصر. اه. طيب اشوف كده حسام هو بيعملها بالااا بالمزيكة. مكتباطي ل인을 تطيحًا. مادرين لاي لاي اه. يا مورا. ابنها. ابي الاخرو. ابراهيم 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 ابراهيم. هزن للمواق و routine. امير وديよ bleiben د الا ابراهيم. بعد التعليم يا ابراهيم. ناتصل لان تقط فيها الفيديو. اه ده ده شايفه بيوصل المعلومات ده سرد احداث ده ده قديم شوية ليه من حوالي اربع سنين ده بوصل للطالب هنا سرد احداث انت مازج اغاني المهرجانات بايه مفيش حاجة اسمها مهرجانات بالنسبالي ده مش مهرجانات ده هنا هنا باتكلم على موسيقى او بسميه تعليم لحني تعليم لحني معنا الاستاذة خبيرة طربوية واحسن مني في الكلام ده كله لا ما خدناوش على ايامنا ما خدش تعليم اللحن انا ولا تعليم المهرجاني ولا تعليم انا سنت تقليدية جدا انا اقصى حاجة من اعملها هاخد بصورة طب الفيديو بتاع له استاذة بس انا عزو الحاجة يا جماعة ليه يا استاذ ويل هنا ما بتكلمش على الجزء ده ما بتكلمش على حاجة تقليدية ده حاجة تقليدية انت بتكلم كده على التقليدية وحضرتك من الناس حضرتك من الناس زمان اللي كنت بتنادي بالتغيير التغيير في التعليم التغيير في الصحة بس هنا موسيقى هل التغيير في التعليم ان انا امتحه وتدنبيا هنا ده سبب ده احداث ده دور الاستاذة عند حضرتك اللي هو تطوير المناهج احنا عايزين احنا بنوادي بتطوير المناهج سؤال واحد هل لو في دكتور في كلية التربية وضع الطريقة دي كطريقة فعلا اساسية في مناهج التعليم هل المعتقد هل المعتقد هيتغير عند الناس اذا مش هيتغير عايز بز عشان ما عندش وقت يا جماعة هفت تعليقات اخيرة اكلم في نقطة بس على سيادة النائب في بالزبط الساعة اتناشر وربع لا جاهز للفيديو فين استاذ اميرة تفضل الساعة اتناشر وخمستاشر استاذ اميرة سيادة النائب اهان جميع اولياء الامور اللي بالنسبة ان احنا طلبة عندها ودي اهانة اه ممكن حضرتك ترجع ممكن حضرتك ترجع ليعدت الحلقة تاني ان اي اولياء امور اي اولياء امور يعني belk على فى عيد الحلقة فسر حبيب آ instal لا 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 ولا تقول لي وصقين ولا بشو وصقين يا وائل باشا يا حبيب اسمع اسمع لي بقولك عليه مفيش ولي امور يقبل على نفسه يحضر مكان زي ده ويشوف بنتو بتتعامل كده اي ولي امر ان كان هو واي قسط من التعليم لا يقبل على بنتو انها تحضر كل اللي موجود من اولياء الامر. اخد تعليقات فقط. اه 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 انا بشكر حضرتك شكر جزيل. الله يخليك الف شكر. اه اولياء الامور اللي عندنا مستويات متبينة. و جميعهم بيثقوا فينا ثقة عمياءة لان هما بيخش يحضروا الحصص معنا وشايفين الالتزام اللي احنا ماشيين عليه. طيب استاذة اميرة اميرة مسكندرية تفضالي او استاذة اميرة تفضال? اميرة تفضال. اميرة تفضال. اميرة تفضال. انا هتكلم على مستر شريف بصورة شخصية. انا كنت طالبة عمد مستر شريف دفعة الفين وخمستاشر. اه. ولسه فكرة المنهج لحد دلوقتي بطريقة مستر شريف. وهو قبل ما بيحفزنا بيعرض المنهج وبيسرح. والحصة المجمعة اللي بيعملها دي بيعملها في اخر السنة خالص. وساعات احنا اللي بنتطلبها منه كمان. يعني هو ولا بيشغل مهرجانات ولا بيتعامل بطريقة سوقية زي ما الكلام بيتقال. هو مستر شريف بيسرح. انت انت بتطلبيها يعني 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 اه يعني اه خليني بس يعني اغاني المهرجانات اللي هي بتنزل بالزوء العام والمتدنية. هو انت ما تعرفش تزاكري الا بهزا الاسلوب? لأ حضرتك هو مستر شريف ما بيتعملش اصلا بالمهرجانات. هو مشتغل بمهرجانات اساسا. هو بيعمل رتن موسيقي بيردد عليه المنهج مش اكثر. ايش مهرجان? لا في في جزء انا شفته في فهم ما هو احنا سسمعنا يا جماعة. طيب. انا بشكرك استاذ اه تامر من اكتوبر بسرعة تفضل. مساء الخير يا فنم. مساء الخير تفضل. اه تحية لك ولو ديوفق اه هو انا بس بأي اه بأكد وبأسمن على كلام اه الدكتور شبش. هو حط يده على لب المشكلة. وهتتلخص في ان لما انت كوزار التربية وتعليم تحطيه مناهج ادمية تتناسب وتتماشى مع متطلبات الدولة وتتطلب سوق العمل عامل ازاي? حضرتك ابقى حاسب مع اني معترض على الاساب ذا واسلوبهم في التربية وفي الشرح ان احنا تدبنينينا للمستوى ده. بس حاليك اولا فعلا دكتور شبل حط اه اه المنطقة. فعا ان ان المناجي التعليمية اللي بتحض على الحفظ والطلقين يا الساب. طيب استاذة شاهد مسكندرية تفضالي فانا. انا يا استاذ ايه? تفضالي استاذة شاهد بسرعة. انا مطالبة مع مستر حسيم وجد انا بفهم من مستر حسيم كل كلمة بيقولها وهو الاغاني اللي بيشغلها 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 في اثر حصة. في اخر حصة. بتفهمي بالطريقة دي يا شاهد? انا بفهم بالطريقة دي جدا. ليه? لاني الطريقة دي بتخصي في دماغنا وبتخلينا اللي احنا نستوعب ده 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 صخب ومولد يا شاهد وآآ وإقاع جاء يعني 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 اقاع صاخب جدا يعني. هي في اخلال السنة بالاضافة لانها مرتبطة باغاني سوقية يعني. لا انا عمي ما شوفت نستر حسيم عمرو ما دخل لنا في الاغنية كلمة. باش كورك الف شكر آآ في سانية توصيطك لده في كلمة. بس آآ. كلمة. ما عنديش وقت كلمة. احنا احنا بنشاء الله بمنطق السوق. دي تجارة ودي سلعة. التعليم سلعة. ودول تجار وسلعة وبتعرضها لأولياء الامور اللي عايز يوديه لادونات يوديه اللي مش عايز. بس ده ده المنطق. آآ موضوع بصراحة للأمانة ازا غيرت حسس اخيرة. انصح الاخوة الزومر اللي هما في الاخر مدرسين. يستغنوا عن الحسة الاخيرة المجمعة بالطريقة دي لانها بتحضر بتنحدر بالعمليات التعليمية. في كلمة واحدة. انا بس اللي مندهش له حكاية الرقاصة دي. آآ مجننانية. آآ يعني هنا انت تجاوزت الاسقف. بانك ساسعين بالتجار الدكتورة بتقول عليهم هما المسئولين التربويين اللي مش عارفين يطوروا حاجة في التعليم وبتسموا مسئولين تربويين. مش اللي يقول لعملية التعليمية اللي مطحنين. دول التجار. احنا مش تجار. احنا اللي بنصرفه على شغلنا. اللي بنصرفه على شغلنا. التعب اللي بنتعبه. استاذ انا ما قطقتش حضرتك. عادي عادي. انا ما قطقتش حضرتك. احنا مش تجار. احنا مش تجار. اللي زي حضرتك. اللي مش قادر يطور حاجة في التعليم. انزلي سوق العمل. انزلي مدارس المناطق الشعب. انا مش مش اواجه اهانات للناس يا. انت مدرس يعني تربوي. في ثانية يا حسام انت يعني مصمم على هذا الاسلوب. مش انا لو صممم. مش شايفوا انحطات بالتعليم وتردي. الطلبة تعيتنا هي المصممة التعليم بتاعنا هو المصمم. الطلبة هي المصممة على الموضوع دوت اللي احنا بنوصل معلومة الطريقة. نفس الوضع انت? احنا بنبسط المعلومة لاني منك سابعة طلاق. ده شخص من التعلم المطور اسمه التعلم السريع. ونحن لا نتحدث. اه. تعلم سريع بس بيدهس التعليم وهو ماشي. دهس القيم. والمجتمع يعني بينزف اكفر مما ينزف. اكمل بس الجملة. انا يا سزواء. انا يا سزواء عشان لازم بشكركم جميعا. شكرا الله. سيب ده للنقاش المجتمعي. هل ده بقى انعكاس لانهيار التعليم اصلا? ولا لا? هنكون معاكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقة جديدة.